بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة عشان الزمار ما بيخبيش دأنه ما حدش يقول لي أخطاء إبراهيم أهلا بك يا مرشو مهندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعدكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة الحلقة تمنمية تمانية وتسعين جاية قبل ساعات من اللقاء المهم والمرتقب للأهلي في تونس لكن ما عرفش ليه المهندس عدي شايف الزمار ما يخبيش دأنه ما هي دلوقتي الأخطاء كانت بتتعمل باستحياء أهلا إنما دلوقتي ما بقاش فيه حياء سقط البرقع والزمار مش بيخبي دأنه وش وش كده إن كان عجبكم هنشوف إن كان عجبنا ولا مش عجبنا لكن الأول نشوف إيه اللي هيعجبنا في عنوين الحلقة كل التراجي لاثناشر يا أهلي فن فبراكة المتفبرك خلص الكلام يا لجنة الحكام ارفعوا أيديكم عن المنتخب وأخيرا منوعات من هنا وهناك الأهلي النهاردة أدت تمرينة الأولى له في تونس البعثة كانت وصلت مبارح قبل منتصف الليل النهاردة المران الأول الأهلي أداه على الملعب الفرعي لأستاذ حماد العقربي في رادس استعدادا لمباراة التراجي اللي حتبقى الساعة 10 رمساء السابت إن شاء الله زهاب نهائي دوري الأبطال الأحوال كلها مطمئنة باشماندس والسفير المصري إيهاب فهمي حريص على مسندة الفريق والتواجد مع البعثة طول الوقت وحفاوة كبيرة بالبعثة وبالكابت الخطيب إذن الأجواء المحيطة بالفريق طيبة تبقى الأحوال الخاصة بالفريق نتمنى أن تكون طيبة وأتوقع أن يكونوا هم عاشين نفس حالة التركيز اللي بيجي لنا بيها أخبار عن فريق التراجي وحالة التركيز القصوى التي عشها التراجي وأنه هو الفطرة الفاتت دي كلها في المصابقات المحلية بيلعبها وعينه على هذه المباراة نتمنى أن يبدل الجميع قصارى جهدهم اللي يدخل أحد جهدا ويعملوا اللي عليهم والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى واضح في الاهتمام بالمباراة وزارة الشباب والرياضة التونسية بترفع عدد التذاكر للجماهير كانت 27 ألف خلوها 34 نتيجة للإقبال الشديد على المباراة لا نتيجة أنهم عايزين يحشدوا أكبر عدد إقبال شديد لو عما يكتهم 70 هنا وهناك حيجي لك ناس فده ماتش نهائي يعني مش بكترة العدد بسلوك من يتابع المباراة لكن في كل الأحوال المفروض نكون يعني استوعبنا كل الدروس السابقة وخلاص بقى احنا بلغنا من الخبرات والاحترافية أن احنا زينا بقولوا كده بنشد الفيشة ساعة ما بنزل الماتش ما نشوفش غير ملعب وما يخلوش حد يستفزوهم لا حكم ولا جمهور ولا منافس لأننا ملاحظ دلوقتي أن حتى في الدور المحلي هناك الكثير من يتعمد وخصوصا بعد صفارة الحكم السفزاز اللعيبة يمكن حد منهم يغلط فالأهل يدفع تمن ويتحرم اللعب من المشارك احنا كل اللي يهمنا اعملوا اللي عليك وإحنا مقدرين واعتقد أن جمهور الأهل يعيش حالة رائعة في علاقته بالفريق والنادي الأهل الآن الجانب التونسي واضح أنه المساعدات كبيرة للجماهير الأهل والجماهير المصرية السماح بدخول الجماهير المصرية بالبصبور بدون تذاكر هو ده التقليد بقى له مدة وحيوعاملوا بالمثل هنا أنا كل رجائي بقى انت بطول كل رجائي بقول لك كل رجائي إن الفريقين عشان ما بقاش بقى الليدك بقى بقاش مغربي أنا كل الرجاء إن احنا نتعامل صح لأن أنا بشوف تعليقات للأشقاء الترجوية بيقولوا مش عايزين حد يشجعنا احنا والأهل كبار أفريقيا وإحنا عارفين نتصرف إزاي مع بعض واللي يشيل ربنا باركله محدش يخش في العلاقة دي هو ده مفتاح الموضوع كله إن احنا باستمرار تبقى المباريات دي داعمة للعلاقات السنائية بين الأهل وبين نظراء من الأشقاء الأفريق السفير إيهاب فاهمي والدعم كبير للبعثة والتواجد الدائم مع الفريق أمر مألوف وأصبح من التقاليد الدبلوماسية الرعاية التي يحظى بها الفرق خريضية خاصة فريق بحجم الأهلي اللي دائما ما يلقى الإشادة لأنه كمان هو فريق متعاون جدا لا يزرع عنه أي مشاكل بيبقى الضيف الخفيف على أي سفارة مصرية بالخارج دا اللي خلى رئيس نادي الترجي بنفسه السيد حمد المقدب يروح المطار في مطار قرطاج يستقبل البعثة ويرحب بالكابتل الخطيب وعلى مجلس الدار دا اللي أنا بقوله هذه خصوصية العلاقة اللي بنا بين الترجي وبنا بين الوداد وبنا بين الرجاء وبنا بين الأشقاء في الجزائر وفي السودان وفي ليبيا هذه علاقة خاصة يحظى بها الأهلي لتصرفاته الراقية الرياضية يعني ما بننزلقش حتى احتجاجات النادي الأهلي بتبقى احتجاجات على مبادئ معينة مش ملاش علاقة ولا تنال من العلاقات اللي بنا بين الأشقاء طيب دا كلام مهم جدا وأكيد فيه تفاصيل كتيرة عشان كده هنشوف حلقة أو الفقرة الأولى في حلقة النهاردة كل الترجي لـ 12 يا أهلي تعرفين أن الأهلي داخل هذه المباراة بهدف اكمال الدستة 11 لقب يملكهم نادي القرن في دور الأبطال يبحث بقوة وبتركيز عن اللقب الـ 12 عشان يكمل دستة الأهلي في دور الأبطال المباراة في منتهى الأهمية الترجي التونسي منافس قوي ومحترم وصل للمباراة النهائية على حساب ساندونز الجنوب أفريقي كرر الفوز عليه زهابا وإيابا واحد صفر وبالتالي أصبحت عنده طموحات كبيرة في البطولة الأهلي في المقابل يسعى بكل التركيز لإكمال الرقم القياسي له في مرات التتويج وأيضا في الوصول للمباراة النهائية الفرقتين متسويين في عدد مرات تفادي الهزيمة كل فريق الأهلي والترجي وصل للرقم 20 في عدم الهزيمة في المباراة المتتالية بلا هزيمة الفرق بالاتنين أن الترجي سجل الرقم فيه بطولة سابقة فبالتالي حتى لو تفادي الهزيمة يوم السبت الرقم بتاعه لن يعزز أو لن يضاف عليه لكن الأهلي بإذن الله تعالى تفادي الهزيمة يوم السبت يخليه يسجل رقم قياسي خاص به يكون 21 مباراة بلا هزيمة المباراة دي أنا قلت لك لها وضع خاص أنت قلت الرغبة في إتمام البطولة الـ 12 الحقيقة أنا قريت نقلا على الكابتن واي الجمعة رأيي بلخص بلخص ببساطة ووضوح وشكل مباشر أهمية البطولة دي أنه أصبح بيقول كان زمان نقول إيه الأهلي الدوري عام البطولة المفضلة أي هو دلوقتي يبتدأ أقول لك البطولة الهامة اللي أصبحت مفضلة للنادي الأهلي أي لأنها ليه علاقة بأرقام قياسية على المستوى الدولي فأصبح جمهير الأهلي بيترقبوها وهنا بقى لما الطموح يعلى أي ويبتدأ الأمال يعني عالي وأنا عالي أي إن كل شوية بتعود جمهيرك على حاجة بتضغط عليك على فكرة بتشكل ضغط هائل عن نادي الأهلي وهذا الجيل أنا بقول المباراة دي أهميتها مش بس هتحقق لك أرقام قياسية وحتخليك تلتصق بريال مدريد ما تبعدش عنه ولكن أيضاً حتخلي إن الجيل ده الجيل ده من اللعيبة في ظل هذا المجلس بالذات يكون حق أشيء غير مسبوك يتجاوز بيه كل ما سبق من أرقام وهو جيل يستحق أي ولذلك احنا عملين نطلب منه من 2017 تقريباً أو نقول من 2019 مع بداية التجديد الحقيقي للفريق خمس سنين أي بنطلب منهم احتكار البطولات واحتكار الأداء الجميل والتفوق في الأرقام القياسية يعني ده لو روبوت لو آلات لو يعني لعيبة آلية برضو حتحتاج توقف يعني يحصل الله تتزايد تتشح يعني منتنانس فنتحمل شوية إن بعضهم مستوي ينزل سنة يتصرف بعض الشيء بعصبية ضغوط شديدة نقول لهم لأ إحنا في ظهركم ما تقلقوش بس مش عايزين كنتوا تغلطوا يعني مش عايزين اللعبة تغلط فمش عايزين نبقى إحنا جزء من الضغط الرهيب الغير مسبوك الذي يتعرض له النادي الأهلي وهذا الجيل من كل عناصر اللعبة الغير أهلوية يعني ابعد عن النادي الأهلي وقطاع في الفترة الأخيرة من الأهلوية أو المنتسبين النادي الأهلوية ذلك أنا بقول لهم تكير خلي بالكم كفاية إن إحنا نتحمل الآخر خلينا إحنا ندفي بعض ونشيل بعض وندعم بعض الحب تضحية أستاذ إبراهيم الحب عمره مكان تملك يعني أنت في البيت حتى في العيلة ما تجرؤش تقول للإبن إنك بتحب أكتر من أخوه حتى لو ده كوا قلبك ليه؟ عشان أنت عايز الجو يبقى صحي سليم طبعا طيب أنت الحب بتاعك بترجمه بترجمه لمجموعة من الأفعال معظمها ينطوي على قيمتين الإخلاص والتضحية أنت مخلص جدا لعيلتك والأولادك وبالضح يعني أنت لما معكش فلوس قاعد على الصفر وإنت قدامك منابك في اللحمة وإحنا مثلا اعتدنا أن رب الأسر ده يعني يتعامل حسابه أوي أنت شميت وشفت كده الولاد ما مش مش بعوش الحب الحقيقي مش أنك أنت تبوز ده وتبوز ده وتأكل حتة اللحمة الحب الحقيقي تعمل نفسك تعمل نفسك شبعان كمان عشان ما تعرجو بهمش أنا مش قادر يا جماعة مين يأخد حتة اللحمة دي لا يا باب اسموها سوا اسموها سوا أنا مليش نفسي أنا شبعت تضحية ده حب دي رومانسية مش تملك مش أنه عشان أبوهم يعني أبقى لي حقوق مطلقة لا أنا حبي يترجم بالتضحية والعكس إحنا شايفين أبونا ما بتأخرش علينا في حاجة طب اتزنق اضطر يستلف اللي عايز يغير عربيته ما يزنقش بقى بابا بابا حبيبه يروح يتحنجق لا حبيبك ما تحرجوهش حبيبك انت تروح له من نفسك يا بابا العربية زي الفل أنا مش نقو غيرها قدامي سنتين على ما غيرها ترفع عنه الحرج هذا هو الحب وهذا هو اللي أفهمه أن الأهلي يحتاج للحب والإخلاص مش الامتلاك إحنا أعضاء وأعضاء مجرس إدارة ومسؤولين وجماهير كلنا بنضح عشان الأهلي الأهلي يملكنا ولا نملكه الأهلي يملكنا ولا نملكه إحنا بنشتغل عشان نشرف هذا الكيان فنحبه أكتر ونحبه أكتر لكن بننقسم جزئين مسؤولين أيا كانوا بقى إداريين ولا فنين وجماهير المسؤولين الفنيين دول عليهم مسؤولية إسعاد الجماهير دي والجماهير دي عليهم مسؤولية المساندة في كل الأحوال في الصراء والضراء وأن يكونوا هما الحصن الحصين ما شميتوش حد في العلاقة اللي بين الأهلي وبين جماهيره أبدا لأن دي لو تهزت حينقض علينا كاره الأهلي ويفترسونا فإحنا في لحظة تستمر بقى اللحظة اللي فاتت دي كانت رائعة جدا نكمل عليه ونعرف الأهلي مالوشي اللي جماهيره وجماهير الأهلي لها عند الأهلي كل السعي الدقوب لإسعادهم هي دي العلاقة أستاذ وراء ده كلام مهم جدا المباراة إدارة تحكمية للجزائري مصطفى غربال وبيساعده كمان المواطناه مقران فراري وأكرم زهروني ومعتز الشلمان الليبي الحكم الرابع على تقنية الفيديو الموريتاني داحان بايدا والتنزانية موكنسانجا والأنجولي جيرسون دوس سانتوس كمساعدين المباراة في أستاذ حماد العقربي لكن إذا كان حماد العقربي النجم التونسي الكبير الأديم اللي أطلق عليه هذا الأستاذ المهم في رادس فالملحن التونسي الكبير سمير عقربي قال لك أنا الأهلي يا بيه شوفوا لما يكون واحد من كبار الفنانين في تونس يعلن على أنه حتى وهو بيحب الترجل وهو من أبناء باب سويقة لكن الأهلي بالنسباله قيمة كبيرة أنا الأهلي يا بيه سمير عقربي نشوف يعترف الملحن التونسي سمير عقربي بأهلويته في الإعلام التونسي يقول كلام الفيديو لا يذكر في التعليق فإذا كنت من أصحاب القلوب الضعيفة لا تشاهد هذه المباراة وإذا كنت من عشاق السحر والجمال فأنت على موعد مع المتعة والإثارة عند العشرة مساء السبت حيث سيحل الأهلي زعيم إفريقيا وبطل القرن في القارة السمراء ضيفا على نظيره الترجل التونسي غول إفريقيا في الجزء الأول من اللقاء المرتقب والأشهر والأقوى قارية نهائي دور أبطال إفريقيا بطل النسخة الماضية لدور أبطال إفريقيا يتطلع لقطع نصف المشوار نحو التتويج باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه والحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي ليواصل كتابة تاريخ جديد هو سيده وصانعه وبات ينافس نفسه على تحطيم الأرقام القياسية التي حققها الأهل الذي يتطلع للقب بدأ مشواره في النسخة الحالية بالفوز على سان جورج الإثيوبي بالسباعية النظيفة في مجموع المبارتين بالدور التمهيدي الثاني قبل أن ينهي دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة حيث حقق ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات ولم يتلقى أي خسارة حيث عرف الشياطين الحمر كيف يسيرون الأمور لصالحهم ويتجاوز عقبة هذا الدور من دون خطأ ليحققه تآهلا مستحقا إلى ربع النهائي وفي ربع النهائي تخطى الأهل بخبرات لاعبيه عقبة سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة ليحجز نادي القرن مقعدا في نصف النهائي وفي نصف النهائي استضم العملاق المصري بأحد أقوى الأندية القارية نادي مازنب الكنغولي الذي يعرف جيدا المنافسة وسبق له التتويج بخمسة ألقاب إلا أن أبناء مارسيل كولر عرفوا كيفية الصمود في الكنغو قبل الانتفاضة في القاهرة والفوز بثلاثية نظيفة والتأهل إلى النهائي الخامس له على التوالي في البطولة القارية ليسعى السويسري مارسيل كولر إلى تحقيق الفوز والحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي بينما يدخل فريق الدم والذهب التونسي بحثا عن وضع حد لمدة ست سنوات من دون التتويج باللقب القاري ويعول شيخ الأندية التونسية على مدربه الجديد البرتغالي ميجيل كاردوسو الذي تولى تدريب الفريق في يناير الماضي حيث يمتلك صاحب الواحد وخمسين عاما خبرات كثيرة في أوروبا واستهل الفريق الملقب بباب السويقة مشواره في النسخة الحالية من دور الأبطال بمواجهة سهلة أمام دوان في بوركينا فاسو في الدور التمهيدي الثاني ليتأهل بسهولة المركز الثاني برصيد 11 نقطة بعد بداية لم ترضي طموخات وجماهير الدم والذهب وفي ربع النهائي منحت ركلات الترجيح الترجية تذكرة العبور لنصف النهائي على حساب أسيكي الإفوري بعد أن انتهت نتيجة المبارتين ذهابا وإيابا بالتعادل السلبي بين الفريقين وفي نصف النهائي أطاح الترجي التونسي بالعنيت سانداونز الجنوب إفريقي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 2 صفر بمجموع اللقاءين ليضرب موعدا ناريا مع بطل القرن الإفريقي النادي الأهلي خاض الأهلي 41 مباراة ضد الأندية التونسية على مدار تاريخ مشاركته في البطولات الإفريقية وحقق المارد الأحمر الفوز في 18 مباراة بينما خسر في 8 مواجهات وتعادل في 15 لقاء وتقابل الأهلي مع الترجي في 24 مباراة من قبل استطاع الشياطين الحمر تحقيق الفوز في 11 مباراة منها بينما حقق الترجي الفوز في 4 مباراة فقط وحسم التعادل 8 مواجهات ويخود الأهلي موقع ترادس مصحوبا بدعوات الملايين من عشاقه والعودة بنتيجة إيجابية لتسهل مهمته في القاهرة ليكون يوم 25 من مايو الجاري تاريخا لا ينسى من ذاكرة عشاق القلعة الحمراء والتوانسة يقدرون الأهلي جداً وهذا هو ما قاله الإعلامي التونسي هشام الخلصي من الغباوة من الجاهلية من اللا وعي وأنه إنسان لا يقدر الأهلي إيه دا؟ هذا بتكلم على الأهلي بتكلم على الأهلي شو يعني؟ دارة ممتازة رئيسها إنسان محترم جداً طبعاً وإنسان هيل وإنسان يعني يفرض الاحترام مثل ما الأهلي يفرض الاحترام على أي شخص يتابع كرة القدم الأهلي حسب اعتقادي حسب رأيه لا يعلى عليه تقدير من ناس من زاوي الخبرة كلهم في مجال يحترم الأهلي ويحذر من الأهلي ويعني يا كادي يقول مين مجنون ما يقدرش الأهلي بس أنا عايزة أقول المجانين كتير أنا أعرف منهم ناس يعني بيقلبوا كل الحقائق لمحاولة النيل من أي إنجاز للنادي الأهلي وتعظيم أي إنجازات أخرى ما هو زمار مش بخاب بدأ إنه بقى حي خاب من إيه طيب زي ما شفنا في التقرير هذا المسار المهم للترجي مسار الأهلي كلنا عارفينه بس أخدوا بالكم حاجة الترجي مع المدرب البرتغالي كاردوزو صلح كتير من أخطائه أصبح الفريق على المستوى الدفاعي أكثر تنظيماً وأقوى نتائجه واضح إنه حتى في مواجهة فرق كبيرة يعني أسك برضو قدر يتعادل صفر صفر ورايح جاي ويلعب بركلات ترجيح ويتآهل سانداونز بكل قوة الهجومية فشل في أنه يغزو مرمى الترجي سواء زهاباً أو إياباً واحتفظ الترجي بالفوز 1-0 في الزهاب والإياب ما يؤشر إلى أنه المدرب البرتغالي كاردوزو اللي ماسك الترجي بقاله أقل من 6 شهور إدر يعيد التوازن كتير لهذا الفريق شو سيد إبراهيم حاجة حتى علماء النفس لازم يوضحوها يعني أي تعديل في توقيت مناسب بكله مرضوض إيابة على الفريق بتبص تلاقي الجهاز الفني داخل بدوافع جديدة وحتى اللعيبة اللي متضايقة بتنسى كل حاجة ونبتدي من جديد تبص تلاقي مشاكل الفريق بتطورة وكل يقول لك نبتدي بدايات جديدة يمكن تتحل المشاكل الترجي استفاد من ده ومعه مدرب المدرسة البرتغالية فرضة نفسها بقوة على الشمال الإفريقي وأصبحت محل ثقة وده منطقي لأنها مهش بعيدة أوي عن المستوىات الفنية والإدارية يعني أنا أنا في بداية ممسكة المسؤولية في إدارة التسويق حبيت عرف الأندية المحترفة بتوضار إزاي فرحت زورت ناديين بينفيكا وإيفرتون بينفيكا كان معتبر نفسه ما هواش صاحب الخبرة الأعلى في المجال الاحتراف إحنا رحله ناخد منه فهم قالوا اللي إحنا فيه إحنا بنبص للدور الإنجليزي إنه هو ده النموذج ده اللي خلاني بعد كده روحت دراسة مع ألماني يونايتو الاتحاد وبعد كده روحت أزور إيفرتون أشوف الدنيا ماشي زي فهم هم حلقة واسط وده زكاء لأن أنت لما تروح للبعاد قوي عنك هما بيتعاملوا بإمكانيات إنتقال لها تمتالكها فاللغة مش وقعية لكن البرتغاليين إلى حد كبير بيبقى اللغة بتاعتهم اللغة الفنية فيها وقعية قريبة مننا شوي فما ناخدش الموقف ده باستخفاف لذلك أنا بقولك هناجد صعوبة أصلا الشمال الأفريقي بيبقى فرق مش عشوائية بتبقى فرق تاكتكيا منضبطة ومنظمة وليها رؤية أنت كمان لن تروح بهذا المنطق فريق منضبط ولك رؤية عايزة من كل المباراة ماذا بقى التزام لعبتك وجهزيتهم هو اللي حيحدد لأن أنا بقول أستاذ إبراهيم إذا كنت في كامل جهزية الفنية والنفسية النفسية بقى اللي هي فيها الالتزام والمعنويات ما خابش حد ما بشوفش إن حد قريب مني الناس تبقى قريبة مني لما أبقى أنا النواحي الفنية والبدنية والنفسية مش في أعلى حالاتها التلاتة لازم يبقوا مع بعض في أعلى حالاتها أبقى أنا بعيد أبقى أنا في المتناول لما حاجة من دي تهتز كل الأمنيات إن نشوف الأهلي اللي بنتمناه في المباراتين دول طيب وإزاي نشوف الأهلي في المباراتين دول بالمستوى اللي احنا نتمناه بعض الفصل أهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الأهل الحقيقة لأنه الأهل تأثيره في محيطه العربي كلكم لمسين وعارفينه ما كانت في القرى الأفريقية كلكم أبدرين وشايفين ما يحظى به الأهل في كل دولة أفريقية بينزل فيها أو كل منافس أفريقي الأهل يشارك ضده دائما ما يترك هذا الانطباع الجيد ودائما ما تتحول منافساته مع الأشقاء سواء في المحيط العربي أو في القرى الأفريقية إلى صداقة وعلاقة واحترام الأهل نموذج الرياضي المسؤول والسفير المشرف دائما لمصر في كل هذه المحافلة بشمانس وهنا يعني كنت لسه بتكلم معك ونستعرض بعض الأراء السلبية لمتبنيها بشكل رجوزي شوية بعض الناس عارفين أنه يعني بتكلموا كلام يعني لا يشكل الحق ولا الحقيقة بحق الأهل فاتفقت أنا وإنت أنه وإحنا مش محتاجين نقعد نقولهم متغطينين لأهل كبير الأهل لأن العالم كله يعني يكفينا الكلام بتكلموا بنياب عننا هو ده التقدير الفكرة مش أن أنت تقول أنا عتريس أنت حر في نفسك أنت يا سيدي عم العتارسة بس المهم الناس شايفاك إيه فإحنا الحمد لله الناس شايفانا في مكاننا إحنا شايفانا يعني مكانة دولية راقية جدا لدرجة البعض بيقولهم أنتم بتتكلموا في إيه مين مجنون يوخس الأهل حقه يعني أكاد أقتنع بوجة نظرك ولا أستاذ إبراهيم أكاد لأن أنا بابا برضو في شايفة بخاف شوية من إحنا نتجاهل ناسا أنا عارف أنهم عارفين أنهم ما بيقولوش الحقيقة لأننا حنوريكم بس نموذك صغير نهاردة يعني إزاي الواحد بيكذب نفسه ده حاجة جميلة يعني طيب إنما كنت يعني خشيتي إن إحنا بعد شوية الناس لو سمعت من إنتجاه واحد ممكن الكتبة تبقى حقيقة يعني شوفها هي مدرستين في المسألة دي مدرسة اللي المهندس عادل بيقولها إن أنت لو سكدت على الباطل حينتشر والكتبة ممكن تتحول لحقيقة ويلائي ناس تصدقها ويلائي ناس تسمعها ومدرسة أخرى أكثر نتجا شايفة إنه إيه ده أنا مش ناضي ولا لا 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 عفوا مدرسة أخرى شايفة إنه لما أنت في التاني قلت أكاد إنك إنت لازم أن تسمع على كل هذه الصغائر وهؤلاء الصغار وإنه الأهل يملك من السمو ما يكفيه إنه فعلا أن يترفع عن كل ده بالذات لما يكون بيملك الحقائق لأن يا المسائل في ناس جماعة التعقدات معها رايحة بهدف التهجيص لو اتكلمت بجد حيبقى زيها زي أي حد يعني ما جدد لهش التعقد أه طبعا الهدف المتعقد معاه إنه يهجس علشان الهاجس بيجيب مشاهدة والهاجس بيلفت الانتباه والهاجس بيخلي الناس تتفرج هو ده للأسف بقى هدف من أهداف بعض الأنماط الإعلامية غير المسؤولة أو غير الجادة ده بالنسبة للهاجس وكذب ما هو نفس الحكاية أنت بتكذب علشان بتفتعل حاجة غير حقيقية لكن يبقى الأمر على الأرض حقائق لا يأتيها الشك أبدا تتحدث عنها الأرقام ما يقدمه الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وهي مناسبة الليلة أعتقد أرقام تخلي الأهلي مش في حتة تانية ده في حتة تالتة وربعة وخمسة ما كان بعيد جدا الأهلي وهو بيتكلم على أنه بيطمح في اللقب الاثناشر لديه من الأرقام القياسية الإعجازية في دور الأبطال ما يكفي هنشوف بعضا من هذه الأرقام في هذا التقرير لا مختار برأس مختار وماشي مختار يا أنا وماشي للخطيب والخطيب برأس ورأس مازتين ويجيب قول يا قول 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 الأهلي هو بطل إفريقيا وفارسها وزعيمها الأول وذكره مرتبط دائما وأبدا بالأرقام القياسية محليا وقارية ويثبت يوما بعد يوم للعالم أنه ليس مجرد فريق أثبت الأهلي بما لا يدع مجالا للشك أنه فريق عملاق وأنه كبير إفريقيا عن جدارة واستحقاق بالأداء والنتائج والإنجازات والبطولات والتاريخ فقبل ساعات من خوض مباراته الهامة والمرتقبة أمام مضيفه الترجي التونسي في ذهاب نهائي دور أبطال إفريقيا يمتلك الأهلي أرقاما قياسية في البطولة الأقوى والأشهر في القارة السمراء تحتاج لمجلدات لرصدها إنه الفريق الأكثر خوضا للمباريات في بطولة دور الأبطال والأكثر ظهورا في البطولة كما أنه الفريق الأكثر تواجدا في النهائي بسبع عشرة مرة والأكثر تتويجا بالبطولة بإحدى عشرة مرة كما أنه الفريق الأكثر ظهورا في نصف نهائي المسابقة القرية بعشرين مرة كما أنه الفريق الأول في تاريخ المسابقة الذي يصل إلى النهائي خمس مرات متتالية ويمتلك الأهلي رقما مميزا بعدم الخسارة في عشرين مباراة متتالية في البطولة القرية بثماني مباريات في نسخة 2023 واثنتي عشرة مباراة في نسخة 2024 كما أنه نجح في التتويج بالبطولة بدون هزيمة في نسخة 2005 حيث خاض أربع عشرة مباراة حقق الفوز في تسع مباريات وتعادل في خمس مباريات وهو رقم قياسي مميز للشياطين الحمر وفي نسخة 2020 حقق الأهلي أعلى معدل تهدفي في نسخة واحدة برصيد ستة وثلاثين هدفا تسعة عشر هدفا في الأدوار التمهيدية وسبعة أهداف في دور المجموعات وتسعة أهداف في المراحل النهائية كما يمتلك نادي القرن رقما مميزا في عدد مرات الظهور في دور المجموعات بإحدى وعشرين مرة بالتساوي مع الترجي التونسي كما أنه يمتلك رقما مميزا آخر في دور المجموعات بتأهله إلى دور المجموعات تسعة مرات متتالية بالتساوي مع الوداد المغربي وواصل الأهل تفوقه بنجاحه في تخطي عقبة دور المجموعات ثماني مرات متتالية بالتساوي مع مزنب الكنغولي والوداد المغربي ويعد الأهل الفريق الأكثر خوضا لمباريات بدور المجموعات كما أنه الفريق الأكثر تسجيلا في مباريات دور المجموعات كما حافظ المارد الأحمر على سجله خالي من الهزائم في دور المجموعات ثلاث مرات ويمتلك الأسطورة محمود الخطيب نجم الأهل السابق ورئيسه الحالي رقما مميزا بكونه هداف المسابقة خمس مرات في مواسم 77 برصيد أربعة أهداف وثلاث مرات متتالية أعوام 81 82 83 برصيد ستة أهداف 87 وهي آخر نسخة ظهر فيها وسجل خمسة أهداف وسيظل الأهل ملك الأرقام ومخطمها وسيبقى دائما وأبدا أجمل الكلمات وأحلاها والحلم الجميل وفرحة الملايين وخالد مثل الأهرامات والليل خليكوا فاكرين دائما إن نادي الأهل مش نادي عادي الأهل بيصنع طول عمره تاريخ والتاريخ بإذن الله لازم يستمر طول السنين يعني أنا الفقرة الأخيرة يمتلك الصورة محمود القطيب أرقام قياسية في أدي واحد اثنين ثلاثة أربع خمس مواسم صاحب الأرقام القياسية كهداف وده منطقي إن كلتا لما تبقى عند كل الأرقام القياسية هتجد أحسن هداف وأكتر فريق ساق حق أفوز هتتتالى الأرقام القياسية وإلا أنت وصلت المكانة دي إزاي فالأرقام تعزز مكانة الأهلي ويستند إليها الأهلي عشان العالم كله بشاور بلا يعني مجال للجدل والجدال على مكانة الأهلي ووضعه المحترم جدا بص يا جماعة القيمة الحقيقية للتاريخ الأهلي في اللي انتوا سمعتوه ده وده جانب بسيط لمشاركات الأهلي في أفريقيا اللي خلته يبقى نادي القرن واللي يخلي بعد حوالي ربع القرن الجديد الأهلي ما زال في الصدارة ما معنى إنه نادي كان هو الأول في القرن الماضي ولا يزال هو الأول في ربع القرن الجديد ده سؤال عبقاري لازما كل الناس توقف عنده لأنه سؤال على قد ما فيه قوة وحيوية النموذج فيه قدرة وعمق الاستلهام بمعنى أن يعيني لا بجد والله لا والله جملة جميل لأنه ما هو فيه ناس كتير عندها تاريخ كبير قوي بس مش قادرة تستلهم منه ولا قادرة تتعلم منه ولا عارفة تحافظ عليه فإن أنت يكون عندك نموذج تاريخي فيه النجاح الباهر جدا والنجوم اللي صنعت التاريخ على مدار قرن فات ثم تيجي في القرن الجديد ربع القرن وأنت لا تزال الأول ده معناها أن أنت نموذج حي فعلا نموذج ملهم وعلى قد ما النموذج ملهم على قد ما القائمين على هذا النموذج في الطرح الجديد بتاعه عندهم هذه القدرة على الاستلهام بحيث أن أنت الحفاظ يا أستاذ براهي شوف والتعلم من اللي فات لأن أنت أنت مش واخدين بالكم من حاجة أن يكون الكابتن محمود الخطيب هو صاحب هذه الأرقام الريادية لأنه الرائد دي حاجة مهمة جدا أنه هو يبقى البايونير أو الرائد في كذا حاجة في البطولات الأفريقية أول هدف الأهل يسجله في أفريقيا في تاريخه يسجله محمود الخطيب في المولدية الجزائري في 76 ده معناه إيه معناه أن أنت عندك نموذج حي قادر يقدم لك هذا النجب اللي بذر وتقلق من خلال نموذج الأهلي يصل أنه يبقى رئيس النادي فيدي هذا المفهوم وهذه المعاني وهذه القدرة للأجيال التالية الحفاظ هنا بس نقف عشان ناس يعني بساعت ما بيفهمش قد أولا من كلمة حبوا الأهلي كما وجدتموه كما وجدتموه يعني حافظوا على سوابته وقيمه لأنه هي السبب في كل يعني أنت قلت إيه القدرة على الاستلهام الاستلهام من ايه من نجاحات نتيجة الحفاظ على ثوابت طول ما الثوابت دي موجودة بتحقق نجاح اغيرها لألعب فيها لأدعمها اجرب غيرها ما هي من حالي الاهداف كلها يعني اللي قال لي عشان كده مستمر مش عشوائية مش نادي طفرة مش جيل معين عملك نتائج ده سياسة افرازت اجيال بشكل معين وقيمة معينة وقدرة معينة كان من البديه والمنطقية ان تحقق نفس النتائج الحفاظ على هوية الاهلي وقيمه تقاليده وثوابته وسياساته ونمازج الادارة بتاعته هو ده الضمان الحقيقي لإستمرار الاهلي لفت نظري في رحلة السفر ولو جاهزة هتشوفوها كابتن الخطيب بمجرد ما الطائرة استقرد في الجو واللعيبة كل واحد قاعد في كرسيه لف عليه بواحد واحد بيسلم على كل لاعب وكأنه بيلعب معاه ضربة البداية للحدث بيدخلهم في الموت بتاع المباراة احنا خلاص يا رجالة رايحين لمهمة كبيرة قوي فتلاقي كل اللعيبة عندها الاحساس بالسعادة وعندها التقدير للمسئولية عشان كده بقول لكم انك انت بكل ما عندك من قوة لهذا النموذج عندك قدرة لهذا الالهام لهذا الجيل هتلاقوا بصوا اهو كابتن الخطيب هيبدأها واحد واحد ومع كل لعيب تقريبا عارف بيقول له ايه واكرم شوية وإمام عشور شوية وكهربا شوية بصوا على طول بيحط اللعيبة في الموت بتاع المباراة يلا رجال احنا رايحين لمهمة كبيرة طبعا حسين الشاحات هنجيله دلوقتي بكلام مهم وقفشل للناس قالت لك زعلان ومأموسه متضايق اتفرجوا على الحالة المعنوية لللعيبة وكابتن الخطيب لف عليهم واحد واحد طبعا الكل مركز الكل بدأ يدخل في مود المباراة وبيرستاو وطبعا كل اللعيبة كل واحد حدوتا لوحده انما عايز اقول لكم على حاجة انا بس عايز يعني اخد حاجة لفتت نظري ايه حرص الكابتن الخطيب على انه يفوت عليهم واحد واحد ويتكلم كل واحد فيهم في حاجة تخصه ايه هي رسالة بيقول لهم احنا شايفينكم ومقدرين اللي بتعملوه وبنحترمكم ما تديشهد نقر حد تاني انا رئيس النادي اهو جايلك لحد عنده كنت قاعد بتسترخي انا لسه ما عادتش بالسراع مش هاعد غير لما اتطمن عليك ايه رسالة بسيطة ولكن عميقة اه وتخلي اي حد ما فيش حد يعني مودست اهو هيقول لك ايه ده ده شاف حاجة حلوة مختلفة واكرم كل كل الناس وفي لقطة تانية شفنا اف شاوة شفناهم كلهم امام عشور يعني الحرص على انك انت كل لعيب حتى اللي كان شاكك ان في حاجة ممكن تتفسر غلط التاتش ده اللامسة دي بتخليه لا 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 الناس دي شايفانا صح واحنا في بالهم وبتجدد الدوافع طيب حسين الشحات بما ان انت شايف ان هو مستركو انا رسلي انا انت حسين دايما انا انا مقتنع ومؤمن بقدراته الى درجة اه كبيرة جدا وبشوف ان حسين الشحات هو امتداد للجيل العبقري بتاع بركاته ابو تريكا ومتعبه الجيل العظيم ده وفي لا فيو بشوف انه لعب بقدرات خاصة بشوف انه في الموعيد الكبرى هو موجود ومؤثر جدا بشوف ان كل اجوانه لها طعم يعني اجوانه تنافس بعضها في الطرافة والجمال والمهارة والتأثير تأثير عن نتائج اي اب يجي له لحظات زي بدن بشر مش هيبقى وطيرة واحد ما تتوقعش منه انه يديك تسعة من عشرة في كل مطشاة انما هتلاقيه عشرة تمانية سبعة مش هتلاقيه خمسة واربعة وثلاثة ابد يعني انما تكون ملطاشة معاقوي يديك ستة سبعة لما يكون هو جاهز بدنيا نقصه الجاهزية الفنية الفترة اللي فاتت مش اللي فاتت دي موشرة اللي أبليها من سنة شعرت ان الجاهزية الفنية شوية متأثرة عن النفسية النفسية عند الشحات فيه حاجة الترجمت فيه عصبيوته الشديدة في كذا موقف وكان ينبغي النظر اللي هو تعامل معاه مباشرة لكن يبدو ان ده حصل لان شوفنا السنة في بداية الموسم بيتقلق وبيروح برضو مع نهاية الموسم الماضي يعني هيقدم لنا مستويات رائعة جدا الشحات صفقة مهمة في توقيت شديد الأهمية يعني 18-19 ده كان أخطر فترة انتقالات للأهل لأن النتاكة بدأت تراجع والمستوى بدأت تراجع وكان ضخ دماء جديدة مهمة جدا بمستويات خاصة جالك رمضان صبحي جالك حسين الشحات يعني كذا حد مهمة انت الاستمرار الشحات معك يعني شوف يا أخي ربنا يعني بيعوض مهمة ولو انه كنا تمنى ان يستمر تخيل بقسه نقيت الشحات ومؤمن زكريا لموجودين مهمة بنش في يا رب الاتنين دول مستمرين مع بعضه كانوا عملوا ايه لا يعني ابداع وكان معهم جو أجاية اللي فرط في فرصة زعبية ان يبقى تاريخي مع النادي الأهل يعني الثلاثة بقدرات مرعبة ربنا يشفيك يا مؤمن ربنا يحميك يا حسين طيب واضح جدا ان المهندس عدلي انا عارف انه دايما عنده ثقة كبيرة في قدرات حسين الشحات وعنده انتظار كتير للمردود اللي ممكن حسين يقدمه طب اخر انطبعات حسين من رادس نشوفها يوم كبار نادي الأهلي ونادي التراجي اللي اتنين كبار جدا ويمكن بقى لنا كزا سنة بنتقابل في سمي فينال في دور التمانية فتبقى غير النهايات طبعا مباراة كبيرة بين الفرقين فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ويكون في يومنا ونقدر نحقل نكسب بإذن الله والله الحمد لله بس الحمد لله 50% وست جاهز ان شاء الله 100% ان شاء الله والله انت احنا لسه قلين دلوقتي كلمة احنا ناديين كبار مفيش نادي الأهلي مفيجيش يدافع اكد نادي الأهلي مش جاي يدافع ولا جاي مسلا يجيب جون ولا جاي يلعب على اعتعاد ولا خالص نادي الأهلي نادي كبير نادي الأهلي جاي محترم نادي التراجي فدي طبعا حاجة كبيرة نادي محترم نادي كبير بس نادي الأهلي نادي كبير نادي الأهل جاي يلعب على مكسب إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله إن شاء الله ونقدر نكسب إن شاء الله جمهور نادي الأهل كبير أنت الليلعب مع جمهور نادي الأهل يلعب مع أي جمهور فهذا ما فيش أي مشكلة خالص طبعا نحترم طبعا جمهور الترجي بس طبعا جمهور الأهل الجمهور كبير فإحنا إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نكسب إن شاء الله في وسط جمهور إن شاء الله طبعا الترجي أنا قلت لك في لهو الترجي فريق كبير لعبة كبيرة عشان كده وصل الفينال لو النادي لو النادي مفوش لعبة كويسة النادي حاجة ممكنش يوصل الفينال نادي للترجم وجود لعبة كبيرة فيه وطبعا محترمونهم كلهم سواء البرازيليين أو التوانسة أو أي حد فمحترمونهم كلهم يعني أحد كبار الفريق وأحد خبراته العميقة ويعني بيحاول يطمن جماهيره جازيتهم وتركيزهم يبقى التوفيق بإذن الله ونشوف منه اللي احنا منتظرينه لفت نظر في كلام حسين احترامه للمنافس وإشادته الكبيرة بقيمة الترجي واحترامه ليه ده البداية إذا ما اعترفتش المنافس بتاعك قوي دي هتبقى في مطال خطورة عليك يعني وده اللي بيجي لنا أحيانا يعني ده بيفصر لك المفاجأة اللي بتحصل للنادي الأهلي من بعض المبارات اللي مش معمول حسابها مش متوقع الخطر كأنك بتقول يعني عشان يغلبونا لازم عايزين مهارة خاصة بتكتشف انها ممكن تتوجد في لحظة عشان كده بقولك في الارتداد الدفاع يا أستاذ إبراهيم كل واحد فاخد كرة لازم يفكر ان الكرة دي ممكن تبقى هي مكمن الخطورة بتاعة المبارات دي على النادي الأهلي فيرجع لازم يجيبها وده كان كلام من وجه يسيب استمرار أقعد تستهتر بأنك تقول الكرة دي غطيها حد وراي لأنه ممكن جداً عدم رجوعك يدي أفضلية للفريق المنافس في زيادة تكبدنا هدف صحية طيب بالنسبة للبناء الدفاعي لأنه كلام المهندس عادلة على حسين الشاحات وعلى شق الهجوم القوي ما يغفلش اهتمامنا بالجانب الدفاعي انت عندك بناء دفاعي مميز جداً انت بتتكلم على تفادي ان شاء الله تعالى الخسارة في عشرين مباراة حتى الآن هتحاول تعزز الرقم ده وتنفرد به ده ما يجيش منفراغ إلا وانت بتملك حصانة دفاعية مميزة الحياة واحد من نموذج خط الدفاع وده نموذج لازم يتقدم للعيبة دلوقت محمود متولي لأنه محمود متولي في لحظة تقريباً كان الكل بيتكلم مش على إنه هو هيمشي من الأهل ولا لا رايح فين والكل بدأ يحكي عنه كتير ويحدد له الولد لم يتعرض واحد لنحل فنية كان كل الكلام انه عدم الجاهزية والإصابة قسرة الإصابة أنه يعني أنت كلعيب الفترة اللي فاتت حظه السيء ما عرفناش نستفيد به هو أول ما بيبقى كويس بيبقى فارق وبيبقى مميز وبيبقى مؤثر لأنه عنده مهارات وعنده زهنية عالية يعني رجل كوير رجل كوير فمحمود متولي لو ربنا حميم الإصابة لا العيب مهمة جدا جدا طيب نشوف انطبعات محمود متولي أيضا من رادس طبعا دي دي مهمة كبيرة على الفريقين وتبقى محتاجة استعداد معين وكل فريق بيستعد بالطريقة اللي هو متعود عليها والطريقة المناسبة لي وإحنا الحمد لله نتائج بتاعة المباراية الأخيرة الحمد لله كلها إيجابية وكلها تحفيزية للفريق واللعيبة وفنشين ماتشاط الدوري اللي فاتت كويس بروح عالية وروح معنوية كبيرة ودي حاجة إن شاء الله تساعدنا في المباراية القادمة أكيد كل ماتش بيبقى ليه ظروفه وكل ماتش بيبقى ليه متغيراته والكورة انت عارف الكورة متغيرة كل يوم مختلفة عن اللي قبله طبيعي مش هيكون فيه تأثير بالنسبة للمباراية اللي فاتت عن المباراية اللي جاية أظن بيبقى ما اعتمد على مجهودك ومجهود فريقك وتركيز وما انفعش أقول إن أنا كسبت المتش اللي فات فهكسب المتش ده معنويا اللعيب لازم يبقى نفسيا وزهنيا أقوى من كده وأظن إنه النتائج لا ما تأثر علي معلول اللعيب كبير جدا جدا وليه تاريخ كبير قوي في تونس وفي مصر مع النادي الأهلي أظن إن هو نفسيا بيفرق مع التيم والعيب مهم جدا جدا في وسط الفريق فيش خلافات إحنا كلنا فريق واحد وأظن في الآخر خالص ده اختيار مدرب تقدر تخرج بانطباع النطج بتاعه يعني يعني بيتحدث عن إنك إنت إزاي يعني مدرك أهمية المباراة لا أنت محتاج حد يحفزك ولا محتاج حد يكلمك يتكلم على زميله إزاي باحترام شديد جدا بيتكلم كمان ما فيش حاجة اسمها أنت المطش اللي فات عملت إيه في المطش ده تربطه بالمطش اللي فات لن تكون باستمرار شايف كل مباراة على حده وأهميته وما تستحقه من الناحية الغطاطية والفنية أنا بقى بالهدوء بالبودي لانجوج بتاعه بطريقة الكلام قدام لعيب محترم أول ده كلام مهم جدا عن اللعب بقول لكم فعلا محترم قدر فعلا لما رجع ولما جهز يخلي الناس كلها مطمئنة على دفاع الأهلي لكن دفاع الأهلي كمان فيه عناصر تانية مهمة أهلا بحضراتكم من جديد شفنا حسين الشحات وتأديره واحترامه للترجي وشفنا محمود متولي وسقطه وتأديره لزميله وإشادته حتى بعلي معلول لما الإعلام التونسي ولحظوا أنه كل المايكات اللي قدامه كلها لقنوات ومواقع تونسية لأنه فعلا حل على تونس ضيف عزيز كبير لما تشوفوا الإعلام التونسي واهتماماته بالمباراة هتلاقيه بيقدر الأهلي جدا وبيحترم الأهلي قوي وشايف أنه يمكن كتير منهم قالوا أن الترجي ما كانش محظوظه أنه يواجه الأهلي في النهائي وكبار المحللين حتى التوانسة دايما بيقدروا الأهلي في الأدوار النهائية لعيبة الأهلي المدركة ده باشواندس بشكل كويس قوي وعارفة أن عليها مسئولية كبيرة وده دور اللعيبة الكبيرة في الفرقة رامي ربيعة واحد من كبات الأهلي الكبار اللي عنده هذا التقدير لصعوبة المباراة نشوفه طبعا الترجي فريق محترم وفريق كبير زي ما أنت قلت زي الأهلي طبعا المنافسة تبقى قوية بنحاول نسعى للفوز إن شاء الله ونحقق الفوز بإذن الله هنا في الترجي إن شاء الله في تونس بإذن الله ونعمل علينا وإن شاء الله تبقى مباراة قوية بدون تعصب بدون أي حاجة إن شاء الله زي ما أنت قلت المباراة هتبقى دفاعية أكتر بالنسبة للفرقتين الفرقتين هايبقى عامل حساب لبعد قوي وإن شاء الله نبقى مركزين إحنا بالنسبة لنا إحنا كنادي الأهلي محترمين فرقة الترجي جدا عارفين قوتها وعارفين إن هم بيعاب على الأرضهم فإحنا إن شاء الله نعمل علينا ونفرح جمهورنا إن شاء الله المباراة الفارغيون طبعا جمهوري التراجي زي جمهوري الاهلي يعني الاتنين كبار والاتنين ليهم قيمتهم واحنا بنحترمهم وإن شاء الله تبقى مبارات لي بالفرقتين إن شاء الله الذي ما أرجع بالذكرة وأنا بيتفرج عليه دلوقتي في أول صعود له مع مانو جوسيه كان عنده 17 سنة أو 18 سنة ولعب ماتش تلعبه فترة باكرايت مرة هو طلع باكرايت ولعب ماتش فأنا داخل وهو خارج من عند مانو جوسيه فقال لي لعيب شخصيته أكبر من سنه مش ناس التعبير ده قال لي ده لعيب هيبقى مهم لإن عنده شخصية شخصيته أنضج من سنه ويعني تشعر أنه هو يعني هو أقف على أرض صلبة رامي ربيعة يملوك كل مهارات كرة القدم وإنت كنت بتقول مثلا متولي وتقال عليه إيه ده تساب هنا في كاس العالم ما سافرش معاه رامي ربيعة أول ما جاء مو سماني ما خدوش فاكر ما خدوش كاس العالم وكان كل الناس بطول حيرجع يشوفوا نادي من ساعة ما رجع بقى من اللعيبة المعمول حسابها دائما في دفاع النادي الأهلي موجود وحاضر وبيؤدي وبنضج يمكن الناس مش شايفة منه النموذج بتاع التاكلينج وبتاع الزحلاء أو بتاع الله عشان كده هو بيقيم كرجل بيفكر أو عنده مهارات وفي ناس تقولك ده يا سلام لو توظف وسبقه أنه تم توظيفه لبرو قدام خط الدار مش وراه عمل مطشاط رائع جدا لأنه بيعرف يكمل ويباصي ويشوت وهدر هو عنده هذه المهارات المتنوعة بالإضافة للشخصية اللي فيها رصانة نفس الكلام اللي قاله متولب نفس التقلب نحترم المنافس جمهوره جمهور كبير زي جمهورنا إحنا مدركين إن المطشاط فيش حاجة اسمها مطشاط بتجاهز لمطشاط أو المطش ده عشان عملنا كذا يبقى ده دليل على كذا كل مطش لو ظروفه وعاديين نسع الجمهور الكلام واحد الشخصية ورائبة من بعضها يارب يترجم كل ده في الملعب طيب الحقيقة الحتة التاريخية اللي المهانس عدلي أشار إليها في بداية صعود رامي أول مباراة كانت لرامي ربيعة مع منو الجزئية تقريبا كانت في 21-12-20-10 كانت أمام حرص الحدود وكانت بداية الكاشفة عن لاعب موهوب بشخصية أهلوية كويسة قوي وكان من إفرازات قطاع الناشئين في النادي من 21-12-20-10 الناس عرفت رامي ربيعة تشرب جزء كبير من معاني شخصية الأهلي اللي أشار إليها المهانس عدلي لأنه أحد الأسئلة اللي وجهت ليه من الزملاء في تونس ردك إيه على اللي بيتقال أنه الأهلي بيكسب في رادس أو ملعب رادس الأهلي بيتفوق فيه قال له ما فيش حاجة اسمها كده وهنا يبين المكون بتاع شخصية لعب النادي الأهلي ما بيركنش على الماضي ولا بيركن على التاريخ ولا بيستخدمه ورقة مبرر ده فيه ملوش قيمة قال له الكورة ما تعرفش كده الماضي ملوش علاقة باللي قبله إحنا كلعب النادي الأهلي عارفين أن المباراة يوم المباراة كل مباراة لها ظروفها ولها طبعتها لا يمكن تفسر أي مباراة باللي قبلها أو تسند على ما قبل هنا يبين النموذج اللي أنا قلتلكوا عليه في الأول أنه الأهلي حتى وهو بيتمتع بهذا العمق في تاريخه من البطولات ما بيركنش عليها هو بيتعلم منها وبيستلهم منها وبيستفيد من أخطاءها وبيبني عليها عشان كده هتلاقوا هذا التوالي وهذا التتابع في نجاحات النادي الأهلي لو ركن واتطمن وقال لك اه ما احنا رادس دي لنا فيها أيام ويا ما عملنا ويا ما سوينا ساعتها تبدأ تقلق على الأهلي جدا اه جدا انما شخصية الفريق البطل اللي بيحترم المنافس واللي بيفصل تماما بين الارتباطات مباراة ما هواش زي النهاردة خالص مباراة كانت ناس تانية خالص والنهاردة ناس تانية اللي موجودين دول فرقة ومدرب وجمهور وأحوال غير اللي انت واجهتهم قبل كده وغير اللي انت هتواجههم بعد كده لكن يبقى فقط العامل الوحيد اللي مستمر بين كل دول الجمهور الجمهور بمشاعره وبعوطفه ما بيتغيرش انه البعثة في تونس ناس جاية من كل الدول من كل دول العالم جاية عايزة تساند النادي الأهلي من الجمهور المحب للنادي الأهلي الحقيقة من دبي جاي مشجع أهلاوي لأستاذ طارق ناجي راجل عنده ظروف مرضية عمل جراحة في المخ الدكاترة هو هو ده ده تقريبا مر بنفسه الظروف الصحية اللي مر بيها الكابتن خطيب واللي حذره نفس الدكاترة من اللي انك انت تتعرض لأي ضغوط عصبية أو توترات وابعد عن الضغوط لكن برغم كده بص بيقول الكابتن خطيب لا انا ما هدرش ابعد عن الاهلي وجاي لتونس من دبي دي شايفين الكابتن والمهندس محمد سراج والأستاذ محمد الجرحي بيسمعوا له عن ظروفه بتقدير واحترام قوي انه برغم ما تعبه ظروفه جاي اهو عايز يكون جنب النادي الأهلي في تونس الحقيقة ليه كل التحية ولف على البعثة وعلى المجلس وعضاء المجلس كلهم بيحييهم وجايب عالم الأهل وفنلة الأهل وحب الأهلي يا جماعة الأهلي قيمة كبيرة جدا عنده جمهوره انا يعني بتلقى رسائل كتيرة فاكر صديقنا كان قابلنا في المغرب في كاس العالم للأندية دكتور عبدالصمد الدليمي ده راجل عراقي عايش في بروكسل في بلجيكا ايو بيكلمني بعتلي مع أهلاوي آخر مصري هشام عيد في فرنسا انه عايز ينزل تونس بس عايز فرصة انه يقعد مع جمهير الأهلي هو ما معهش بصبور مصري يسمح له انه يدخل مع جمهور الأهلي بصبوره عراقي بلجيكي فكان طالب ان انا اوصله بادارة البعثة تمكنه انه يقدر يجيب تذكرة يدخل بيها مع جمهور الأهلي جاي من بلجيكا وهو راجل عراقي ورجل دكتور جامعة لكن هو ده الأهلي المشجع الأهلاوي الجميل الأستاذ طارق ناجي زميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي التقى في هذا الحوار وسجل انطبعاته عن هذه اللحظة كل التحية لكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان الحقيقة أجواء طيبة جدا هنا في تونس الكل بيستعد زي ما قلنا النادي الأهلي عنده خطوة مهمة جدا نحو منصة التطويج ان شاء الله بإذن الله المجود الكبير اللي بيبزل وجود جمهور النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب ان شاء الله كل الأجواء دي تكون مكللة بالنجاح ان شاء الله لنادي الأهلي لكن عشان تعرف قيمة النادي الأهلي الكبيرة وحب النادي الأهلي الكبير وحالة يعني مهمة جدا معنا وهنتكلم معها باستفادة السيد زي طاري الناجي طبعا وجاي من دبي لكن حالة مهمة جدا وهتدي نرسالة مهمة جدا يعني ايه تشجع وتحب النادي الأهلي انا براحب بيك طبعا نصطر في البداية وسعداء بوجود حياك معنا حياك جاي من دبي لكن احنا هنقول حاجة يمكن حياك دكتور محذرك ان انت ما تنفعلش ما تتعصبش ما تشجعش اصلا كورة فقول لي الحالة ايه الاول عشان ناس تبقى عارفة وانت جاي من دبي وانت في ظروف الحقيقة ممكن يعني بتمنى لك طبعا كل السلامة لكن قيمة النادي الأهلي كبيرة جدا انا طريبي اكيد قيمة النادي الأهلي كبيرة جدا انا عمري 65 سنة بقى لي اكتر من 60 سنة بشجع النادي الأهلي وراه في كل محافظات وكل استادات مصر ولما حتى بدأت اتغرب واروح دبي بيقيت اروح ورا النادي الأهلي في كل مكان الحمد لله الفترة الأخيرة كنت تعبت شوية جالي ورم في المخ عمل لي تأثير شوية على الجانب الشمال في وشي وطبعا مؤثر شوية على ناحية العصبية والنفسية بالتأكيد رغم ان اي دكتور ممكن يقول لي ابعد عن الضغوط ابعد عن اي عصبية ان ما فيش اي حاجة في الدنيا ممكن تفرحني قد النادي الأهلي فانا ورا النادي الأهلي في كل مكان الحمد لله ودايما بيسعدني وبيفرحني الحمد لله يا رب العالم الكابتن عرف من دكتور سراج ان انا تعبان وطلب انه هو يشوفني ويقعد معايا وكلمني عن الورم اللي كان عنده في المخ وقال لي ان نفس الحالة حالة مشابهة وبدأنا نتكلم في الموضوع وبرضو بيقول لي ابعد عن الضغوط الراجل ده انا من وانا عندي من سنة 72 اول مباراة اللعبها الكابتن الخطيب ضد البلاستيك المباراة دي انا كنت حاضرها وانا عمري عشر سنين تقريبا او 11 سنة من ساعتها ما بسيبش الكابتن الكابتن بالنسبالي حاجة كبيرة جدا ما قدرش اوصفها حاجة كبيرة جدا النهاردة زيدت بوقفته معايا وكلامه معايا وتطمينه لي يعني شرف كبير لي كابتن الخطيب شرف لكل الاهلوية اولا الترجي فريق كبير ولازم نحترمه ونقدره الترجي لانه كبير ولان النادي الاهلي كبير فالاهلي بيحترم الكبير اللي زيه فاحنا لازم ندي المباراة اهميتها الموتش صعب مش سهل ابدا شايف في عيون لعبتنا كلهم شايف فيه على قد المسئولية وان شاء الله وان شاء الله نطلع بنتيجة ايجابية هنا في رادس ونشيل الكاس في القاهرة باذن الله ان شاء الله باذن الله كل الشكر والتأدير ل 듣ازة طاري الناجال حقيقة على حرصه وتواجده ودعمه الكبير جدا للنادي الاهلي هي دي القيمة الكبيرة للنادي الاهلي وهي دي قيمة جمهور النادي الاهلي فأي مكان وراء ده هتاف الحقيقة بيتطبع لأرض الواقع لحقيقة بنوجه كل التحيawa والتأدير لكل المجموعة تجميل النادي الاهلي اللي كانت متواجدة في تدريب فريق النادي الاهلي تحفيزه تشجيع كبير جدا منتظرين وان شاء الله أنه رغم كل المتاعب الصحية وكل المشاق بتاعت الصفر حتى التكلفة حتى ما كانتش عائق أنه واحد في ظروف صحية معينة لقى يروح ويوقفوا وشجع النادي الآلي ويكون حريص يمكن ده سر الاهتمام نحن نقدم هذا النموذج وده حق جماهيرنا علينا وحقنا على هذه الجماهير الحقيقة هو أشار لحاجة كريم أنه ده كان بعد التمرين التمرين اللي قال للنهاردة يا جماعة كان التمرين الأول ليه أول تمرين هو تمرينتين النهاردة وبكرة الجمعة كمان النهاردة كان في الملعب الفرعي لحمد العقرب اللي ستادر اللي هتقام عليه المباراة زي ما حضراتكم شايفين تقدروا تقروا الوشوش وما عليها من تركيز وترقب الكابتن أو ميستر مارسل كولر استحب معاك كل اللعيبة المتاحة الجاهزة يمكن شايفين ميشيل يانكو مدرب الحراس الحراس التلاتة باشواندس محمد الشناوي مصطفى شبير ومصطفى مخلوف التلاتة يمكن حمزة علاء مصاب وطبعا الزنفالي غير مقيد وإمام عشور لازم أن هقف معاك عنده شوية لأنه كمان حدوته هو راخر فكرة أنك أنت واخد كل العناصر اللي جاهزة دلوقتي ومتحسب للمباراة الحمد لله الرجل اشتغل الفترة اللي فاتت الأربع مباريات بتدوير شوية هادئ قدر اللعيبة المصابة تتعالج رجعوا واحد وراء الثاني عززوا قوة الفريف ومباريات الدوري إحساسك في اللي انت شايفه في الملعبية إحساس اللي أنا شايفه أنه فيه اه 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 من كل العناصر فيه سباق بين اللعبين على التواجد اه فيه تركيز عالي جدا يبدأ من رئيس النادي اه وملامحه وهو بيتابع اه هذا الزرط هي دي أجواء المباراة النائية أستاذ ابراهيم اي هي دي أجواء المباراة النائية مع فريق بحجم النادي الأهلي اه يعني بس الأخبار اللي جاءنا من هناك ما فيش الجو المتوتر اللي كنا بنشوفه قبل كده البعثة أقامت في فندق بعيدة عن وسط المدينة شوية في هدوء ما هو ده دليل على إن في حسن نية بس بس ودي أهمية إن الماتشك الأولاني هناك يبقى بره أرضك اه لأنك أنت بيبقى الناس جيالك برضو ينتظروا المعاملة بالمثل عايزة المعاملة بالمثل اي يعني أرجو أن يكون التوفيق حليفنا الجدية والتركيز واضح طبعا طبعا يعني كل اللي أنت نفسك تسمعه بتسمعه من اللعيبة بالطريقة اللي نفسك تتقل بيها اي الجدية مش كلام إنشة مش ما فيش ابتسامة ولا عبوس يعني لناس متوترة ولا في نفس الوقت مسترخية يعني تشعر من كلام اللي تكلموا محمود متولي ولا رمي ربيعة ولا حسين الشحات لا بيكلموه بتركيز لا فيه توطر ولا السخفاف ودي علامة يعني نتمنى إن الفريق حافظ عليها اللقطة المهمة جدا اللي بترد على كل رأي لقطة الشناوي مصطفى شبير في تمرين النهاردة أي يعني عيب قوي كان كلام يعني كلام صغير لما الناس تتعمد تصور النهاردة جايلي واحد في أحد يقول لي إيه رأيك في الشناوي قلت له من فضلك اعتبر إن أنا ما ردتش عليك مم هو الرئيس التحرير فلان ما يصحش كده مش وقته مم مش ممكن يا سيد زبراهيم الحقيقة يعني مم يعني يعني بتجيلك لحظة تتوقع تصرفات أنبج من كده أنبج ولا أأمن ما هو الأمان إنت الوقت أنت راجل صحفي ورئيس قسم رياضي ولك مكانتك دي بترتبط بالنطج المهني والنطج المشاعر كمان والمسؤولية آه يعني مش مسألة إن أهوائك تمشيك ما نعرف إن رئيس التحريب بتاعه أهوائه إيه بس ما تلعبش اللعبة دي جاي تلعبها معي أنا عايز كلمة عشان يبني عليها آه واخد بالك وقتوله عيب وقفل هو الولد كان مؤدب ويعني شعر بالإحراج كابت أن أنا بحبك واحترمك وأنا أشكرك متأسف بوسوا يا جماعة يعني ما هو الظرف ده محمد الشناوي واحد من أفضل العناصر في حراس المرمى اللي جات في السنوات الأخيرة حاليا ربما يكون هو الأفضل في أفريقيا مش في مصر بس تعرض لإصابة مش ربما دواخد أفضل لعب تعرض لإصابة الإصابة كانت في يناير اللي فات مع المنتخب في خلال هذه الفترة الآلي قد فرصة للحارس الصاعد مصطفى شوبير أثبت كفاءة وقدر فعلا يطمم جمهور الأهلي على مرمى الأهلي ولعب الخمستاشر ستاشر مباراة على التوالي بكفاءة عالية مستر كولر يلاقي نفسه دلوقتي محظوظه إن معاه حارسين جاهزية مصطفى شوبير اللي خدها من خلال هذا العدد من المباراة على التوالي وخبرت وكفاءة وقيمة محمد الشنوي اللي استعاد كتير من مستوىه بالذات لأنه إصابة الكتف إصابة لحارس المرمى ما هيش سهلة فأصبح الراجل مدعوم بحارسين لاتنين كل واحد فيهم عنده معطيات للاختيار هو المدير الفني اللي بيختار إنما المهم جدا إنك إنت حتى وإنت بتفاضل بين الجاهزية والخبرة اللي اتنين بيحبوا بعض أكتر من كل الناس بتقولوا شوفوا احتضان مصطفى شوفوا احتضان الشنوي لمصطفى أخوه الصغير عامل ازاي شوفوا تشجيعه ليه عامل ازاي شوفوا محمد الشنوي اطلعوا بدوره ككابتن للتيم لأنه إنت برضو فكرة إن أنت كابتن الفريد دي مسؤولية تانية خالص وبرغم كده هتلاقي من عدم المسؤولية ومن عدم الأمانة لدى الآخرين محاولة افتعال أزمة وإثارة فتنة هي على الأرض غير موجودة أنت قلت إيه مسؤوليته ككابتن تيم كابتن سيد عبد الحفيز سوئل بشكل مباشر مين من هذا الجيل يصلح أن يكون مديرا للكرة بلا تردد قال محمد الشنوي طيب اللي انتبع ده جيل الكابتن سيد منين إنه شاف فينا موزج يقدر يمارس دور قيادة يقدر يمارس دور القائد دون والقائد لا يفتعل المشاكل ما فيش قائد بيبقى هو نفسه عايز واحد يعليق له مشاكله هو بيبقى النموذج والقضوة فكل ما يقال ويتردد عن الشنوي هو لضرب فكرة إنه يبقى عندك استقرار بيجي الشنوي ببساطة شديدة لإنه يملك هذه السمات القيادية المسؤولة يسافر بلوك جدا مش محتاج يرغ ولا يرد بس خلصت طيب ده كلام مهم جدا لكن حبينا نطمنكو من هذه اللقطات الحصرية من مراني الأهل الأول في رادس بكرة الأهل الجمعة إن شاء الله تعالى يتمرن التمرينة الأخيرة على الملعب الرئيس اللي هتقام عليه المباراة في العشرة مساء السبت بتوقيت القاهرة إن شاء الله هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم جدا من رادس أهلا بحضراتكم من جديد حاولنا نطمنكم على أحوال الفري وعلى تركيز اللعبة من خلال اللقطات الحصرية لقناة الأهلي من ملعب التمرين لكن اللي حيث توقفني يمكن أثناء المران التفاعل السعيد جدا لنجم الأهلي إمام عشور إمام عشور يا جماعة المباراة دي تحديدا لها أهمية خاصة عنده ولو دوافع هو الزاتية إمام ده أول لقب أفريقي يحلم به مع الألف دور الأبطال كتير من زميله اللي معاه حققوا إنجازات كبيرة في الست سنين الأخيرة إنما هو يكون له دور مؤثر ودور كبير مع زميله ويبلغ الفري المباراة النهائية بالذات لأنه هذه البطولة السنة الجاية هو راح يلعب كاس العالم في أمريكا كاس العالم للأندية تنين وثلاثين نادي مع كل الأندية الكبيرة عالميا الأهل حاضر في المشهد فده التاريخي اللي إمام عشور بيكتبه لنفسه بكل هذه السعادة في حالة حب بصوا حتى العدد الأولي من الجمهور من المصريين اللي موجودين متفاعلين معاه وهو حتى هو بيتكلم هتلاقيهم بيندوا عليه ببرة وهو بيسلم هو سعيد أو حالة الإمامة باش مهندس الحقيقة بتلفت نظر الحاجة هو مستهدف أو الفترة اللي فاتت برغم أن الفريق مقبل على بطولة مهمة وعنده نهائي مهم إلا أنك أنت تلاقي بعض المتطوعين مع كل الحالة بتاعة إمام دي وساعدته فيها قلنا له لو عايز ترجع نادي الزمالك قلنا له لو هفك الشو وعايز تيجي قلنا له عايزين نعمل كذا وقلنا له ممكن يطلع لأحد الأنداشة أساس مرحيم الآخر كده أه زيما أنت قلت مشهد اللي مش عارف مين اللي يعقده وكاتب اللي لازم يهجس عشان والتاني في جمعية المنتفعين بلعب منتفعين بلعيب ها ها لهم تعيشهم أن يجيبوا سيرة اللعيب ده وقاكنه في جيب الساعة بتاعهم يطلعون مجيبهم أي وقت يعز أهز يتكلموا عليه ويتكلموا على كلام قالوا ما قالوش وأن هو بس خد مني ده قال لي وقلت له أكل عيشهم يعني فيه ناس أكل عيشهم أمام عشور تجيب سيرة وتتكلم ما قالش حاجة بقاله وثلاثة أربعة ستة أشهر غير إمام أول ما جيه كلمني إمام قال لي مش عروح إمام قال لي مش عارف إيه قال لي مش ممكن أروح إمام قال لي إمام لما راح بس هو بيسيب المعسكر ويتفرج على مطشاط الزمالك وبيسيب التمرين ويساقب في الزمالك دعم اللايك ده طلع كان بيدحك وقالش في الشارع عشان يفتكر حاجة في الزمالك ده وهو نايم بالليل وهو نايم بالليل عنهم برقة في الزمالك عشان وحش الزمالك عشان الزمالك يعني حاجة لو متعيشهم في إمام عشور فكل ده فيه واحد يا راجل ما أنا بقولك ما بيجيبش سيرة غير إمام عشور كل حلقة درجة إن أنا بتفرج كده على حلقة مع رشد جديدة ولا قديمة قديمة خطعا يعني ف المحاير بيقول له هو مين اللعيبة اللي مش ممكن من الزمالك تروح لأ كان قديمة قال له إمام عشور فأحمد أبو مسلم ضحك قال له أول واحد حروح إنت إنت ليه بتاخد على نفسك التوكيل ده يعني محدش يقدر تكلم على حد بالطريقة دي مهما كانت درجة وعلاقتك بأي حد لأنه كرة الخضب فيها متغيرات مسألة بقى بيحب مين مش بيحب مين هو زي دي بالظبط هقولك أصل محمد صلاح زمالكاوي دلوقتي مرموش زمالكاوي مش عارف مين أي واحد رغم أن أنت لو قلت هتمسك زيزو على شالب كل الفرقة تلاقيهم أهلوية ومع دا معدية يا جماعة دا لازم أن يحترم لأنه دا عنده ارتباط بنادي مشاعره وانتماءاته وارتباطاته السابقة كانت حاجة ودلوقتي هو حد يقدر يشاكك في أهلوية ناصر ماهر أو عبدالله السعيد كل دول لما تعرض عليهم أن يسيبوا الأهل وهم في الأهل محدش فيهم وافق أبدا لكن من الاحترام والاحتراف أنك تحترم علاقته التعاقدات أنا فكرة يسيدي كل دول زمالكوية صوت وبعدين يعني دي غيرت ايه في الـ نادي الزمالك أضافت ايه يعني أن حد بيحبك حاجة حلوة أن حد يحبك ايه المشكلة أن يطلع زمالكوية ولا يطلع أهلوية ما هو العائد اللي أن أنت مكرس مكرس حياتك بتثبت أهلوية شخصية مهمة أو زمالكوية شخصية مهمة إحنا لما بنقول مكرسوم بنقول من حفلة الملك تقلدها لنط في جنينة الأهل وإنها لما طلعت قالت لو حلعب كرة عايز ألعب كون سطر ده من باب الطرافة والنضرة والتندر مش أكتر من كده فيه ناس فنانين كبار بينتهموا للناس الزمالك إيه طيب وعدين مع محمد عبدالعب زمالكوية وعبد الحليم أهلاو وعبد الحليم أهلاو يعني إيه دي يعني حطينا دي قدام دي طبة دي وطبة دي يعني يعني كلاهما ليه كل الاحترام لكن الكائنات الكبيرة إنما الآل والزمالك الناس هي اللي تبخر بالانتماء ليها مش العكس مين اللي مستمر الكائنات طبعا وحيحبنا ويكرهنا ناس كتير وحيحبوكو ويكرهكو ناس كتير مع أن الكلمة يكره دي مش موجودة في قموص الرياضة لكن للأسف الشديد إحنا شايفينها فإمام مستهدف علاقته بالأهل جمهور الآله هو بقى كل الفكرة إيه إن إمام خلع حتة من قلبه وتخلعت لما جي النادي الآله فأنت جاي تقول بتدي دليل إن إمام حياته إنه عنده فرص بتحقق لأمنيات شخصية معي إنه كابتل محمد فضل قالك إحنا مضنا قبل ده حقيق إحنا كنا موتمين به إحنا كنا موتمين به إحنا كنا موتمين به إحنا كنا مضى للأهل قبل زمان وفي المحلة ولما راح الحدود إحنا شخصين تواصلت مع ناس في الحرس الحدود إي بس ما كانش القرار الفني وقتها يعني في حاجة ملحة مش في الأولو يعني الأولويات مش في المركز ده لا الأولويات كانت في حاجة في الاتجاه تاني لحد زي ما قالك ما نجح في إنه هو ياخده إنت بقى دليل إن إنت شايفه ومقداره هو أنت بعت حمد فتح بكاب حد يقدر يفرط في حمد فتح بسهولة لا طيب بعته بتلاتة وشوية طيب إنت ليه بعته بتلاتة وشوية لأن عندك في هذه اللحظة القدر أنك تعوده بإمام عشور بنفس المبلغ وأكتر وأكتر حتى لأن فيه شوية تعودات هتأخذها عندها تاني حقوق يعني فأنت إدراكا بإنك أنت تقدر تعود لعيب ثقل حمدي ما أنا أش عايز أكسب المرة دي فلوس يعني الطبيعي إنك طلع بتلاتة وتشتري بمليون لا المرة دي طلع بتلاتة أو تلاتة وراب وطفع تلاتة ونص وقت وفي كفاءة مختلفة فيبتدوا أولا قللوا منه النسخة بتاعة الأهلي مش زال نسخة الزمال فيفجأوا دي جميع النقاد وجميع الناس اللي تطع تتكلم على إمام عشور حتى الفرق الأجنبية يقول لهم ده أهم لعيب كورة في مركزه في مصر يعني نجحته ونجحته مع الأهلي الترجمة خلاص فالحقيقة أنا شايف إن إن إمام عشور مركز مع النادي الأهلي عايز يعمل حاجة مستوضع إبداعاته موجود وبيترجب في الملعب لكن مش معقول حننتظر منه إن كل لحظة حيديني حاجة أو يبقى يعني ما فيش لعيب في العالم ولا زين الدين زيدان يقدر يعمل لك جميع ما تشاطه بمستوى نقدر نقول إن دي أهداد زين الدين زيدان لأ حييجي لحظات مش هيقدر هو زين الدين زيدان مش لعب قدامنا وكان فعنفقانه مقدمش الترجمة بتاع زين الدين زيدان ده معناها إنه وحش لأ معناها إن اللعيب ممكن نقاط دي كل عشر نطشات تديلك سبعة منهم على أعلى مستوى وتلاتة مزبزبين ده طبيعي في البشر يعني ودي نسبة نجاح عالية فإمام العيد مهم جدا جدا ولو عندك الفيديو اللي بيقول فيه طب ما نشوف إمام قبل السفر انتبعات إمام عشور طب كويس قبل السفر مباشرة في المهمة اللي بيحلم بيها أليه أنا نفسي يعني من من زمان إن أنا العفين أو أخد أفريقيا أول واحد في الفرقة موت نفسي عشان أنا نفسي حقا حاجة زي دي يمكن فيه فيه لعيبة كتير طبعا مع معقل بطولة أفريقيا في النادي يمكن دي أول بطولة ليها تبقى مختلفة بالنسبة بالنسبة لشوية بشكل واضح بيقولك عنده حافظ إضافي يخصه هو بقى من زمان واللعبة كلها زمايلي حققت ده أنا بقى نفسي حقق الكلام ده فعنده دافع زيادة عشان يقدر يحقق الكلام ده نتمنى لك التوفيق يا أمام ننتظر منك بإذن الله وأنت في النادي الآلي تحصل على أفضل لعبة أفريقيا بصوا الجون ده ده ماركت إمام الجون ده أنا استنيته من جون في الجونة اسمع أنا على المستوى الشخصي قلت مستني الجون ده من إمام أقول إمتى حجيبه إمتى حجيبه إمتى حجيبه عايزة تطمن المهارة دي حشوفها منه إمتى لأن دي كانت مهارة مميزة جدا عنده مميزة لي كمان بص الفريق الحقيقة بتباني الحالة المعنوية في الملعب في الملعب بعد الاحتفالات بصوا فرحتهم لبعض واحتفالهم مع بعض وحتى إمام بيشاور بشارة القلب للجمهور إخوانا هو جيل عشان يعود عيط على الأطلال يعني طب الحقيقة برضو يعني إمام أشار لفكرة الدوافع الخاصة المختلفة قال لك في زمايلي خادوا البطولة كتير أنا دي أول مرة فأنا أكتر واحد هموت نفسي في الملعب أي ويسام أبو علي نفس الحال هذا الفلسطيني الحمد لله من المفاجآت السعيدة عامل كشخصية أكتر منه كلعيم كمان عامل بديئات كويسة بيسجل شخصيته وطريقة كلامه ووجهة نظره في الكرة والاحتراف علاقته بوطنه فلسطين اختلفت 180 درجة وارتبط ارتباط النهاردة يعني بيستدع عشان يمثل فلسطين أي ما حصلت له شابل كده وبقت عنده دوافع حتى إحساسه بالوطن وإحساسه بالجمهور مؤكد إحساسه بالشعب الفلسطيني ومعاناته هو تولد اتولد برة في أوروبا في اسكندنابيا فمعاشي الأزمة معاشي الأجواء دي النادي اللي قالي استردوا إلى فزوره وهو شخصية عقلة جدا وكل ما تسمعوا يتكلم تنبسط طب تسمعوا نسمعوا ويسام أبو علي قبل السفر انتوا بعتوا إيه كمان البطولة مهمة مهمة طبعا وإلي كشخص ده أكبر ماتش هلعبوا بحياتي دلوقتي وأول بطولة كبيرة أنا بقدر أكسبها مع فرقة أقول لنادي الأهلي نادي كبير خامس نهاية وورا بعض وإن شاء الله نكسب البطولة ده كلام كلام مختلفش عن كلام إمام بنفس الصدق والتوجه بطولة مهمة كتيرة جدا بنسبة لي ما حققتهش قبل كده وحظ حيله الناجي عققها عندي فرصة حققها مع النادي الآلي عنده دوافع الشخصية برضو ويا ربنا استفيد من الدوافع دي طيب طبعا ده مش هيختلف كتير عن الحالة في التركيز اللي عند اللعبة وتقديرهم للمنافس المحترم إلا لو حطينا القوة بين الأهلي والترجي في الميزان أنا كيف أترجح هل الأهلي بخبراته وبدوافع لعبته وبالقيمة اللي وصلها الفريق من خلال تواجده الدائم في الست سبع سنين الأخيرة في الفاينال اللي الأهلي عملوا من أرقام قياسية في دور الأبطال صعب جدا حد يكرره بعد سنين لكن كمان هو بيواجه فريق آخر عنده نفس الدوافع عنده نفس القيمة وعنده نفس الحضور وعنده نفس المكانة في القارة وفي تونس أيضا الترجي منافس يحترم جدا هو عنده الجينات المقلقة عنده نفس الدوافع نفس الفكر في التعامل مع البطلات إحساسه بالمكانة ترجي لا منافس خطير خطير يعني يعني الناس ترى أن لعيبة سان دونز أمهر أنا دائما أرى أن الشمال الإفريقي في تونس والمغرب والجزائر تحديدا بقى في الأندية المغربية الكبرى والجزائرية الكبرى والتونسية الكبرى وتحديدا الترجي تحديد التحديد يعني لأنه هو ده أصبح دربي بين الأهلي والترجي دربي عربي آه كل عربي إفريقي هو يعني يصنف أن اللي كسبه هو ده البرينج بتاعه أفريقي رجل المنطقة أيوة فأنت بتلعب ناس عندها الفكرة عندها الدوافع عندها الخبرات عندها التاريخ عندها القدرة عندها الإمكانات عندها جماهير عندها الإعلام كل الحافز الموجودة عندك موجودة عنده نأمل للنادي الأهلي يصادف التوفيق ونأمل أيضا الأمنية اللي دايما نقولها أن التحكيم يعطي لكل دي حق حق مصطفى وربال الحكم من جزائر أنا أيا كان الاسم أتمنى أن التحكيم هنا وهناك يعطي لكل وحد الحق طيب إذا كان الحكم الجزائري مصطفى غربال مرجو منه فرض العدالة في استاذ حمد العقربي في رادس عشر مساء السبت فمحل الجزائري أيضا حكيم سبع حكيم سبع حارس مرمى سابق في الجزائر محلل رياضي مهم جدا في القنوات الخليجية العربية حط الأهل والترجي في الميزان الفني نشوف مباراة كبيرة مباراة بخلفية عديدة نجوم سيتلاقعوا عمالق مستقبليين سيتلاقعوا كذلك تاريخيا ستلاقعوا 16 مرات 9 مرات تفوق للأهل 4 مرات للترجي و3 تعادلات آخر مباراة في تشامبيون سليك الموسم اللي فات 3 سفر في تونس و1 سفر في مصر هذه تعطي بعض الأفضلية لكن فورمة الترجي وحالة الترجي وآداء التاكتيكي في المباراة وقراءات كالدوجو التاكتيكية كيف يلعب في تونس وكيف يلعب خارج تونس ربما ستشكل بعض الصعوبات الترجي إذا لعب في بلاده وتمكن من تسجيل هدف أكيد أنه في العودة سيستغل المساحات التي يتركها الفريق المنافس حتى يتعادل النتيجة وهذا ما رأيناه أمام صندوق كنا نتكلم عنه قبل أسبوع من المباراة أنه ترجي يمكن أن يستفيد من المساحات لكن هذا الأهلي الأهلي المصر يعرف يلعب دفاعيا ويعرف يلعب هجوميا الدفاعين أقوى دفاعين في هذه البطولة يا هيكل أقوى حارسين أمن الله ميميش 20 سنة لعب 10 مبارايات 9 كلينشيت 9 كلينشيت تسجلوا فيه فقط في مباراة ثلاث أهداف شوبير كذلك 8 مبارايات 8 كلينشيت يعني الحارسين قويين ومؤثرين بطريقة عجيبة في نتيجة فرقهم إذن ستكون هناك صراع بين الأهلي والترجي وكذلك صراع بين من يتزعم الحراسة الإفريقية أمن الله ميميش ومصطفى شوبير لكن بعض الشيء أنا أقول أنه بعض الأفضلية ستكون للأهلي حتى لو كانت ترجي في موضع تساعد لكن سحصية البطل ربما ستظهر في هذه المباراة شوفوا ركز على المقارنة يعني كأن المقارنة بين الفريتين تلخصها المقارنة بين الحارسين باعتبار حكيم مدرب حراس لا يعني يعني هذا التقارب في الكفاءة بين الحارسين والتشابه يكاد يقول لك وهو كده ده الوضع بين النديين ولكنه بيرعن شوية على شخصية البطل أي يبقى إذن أنت عشان العنصر ده يكون مؤثر لازم يكون موجود في الملعب شخصية البطل أي بس الحقيقة مصطفى في أفريقيا المقاربة غريبة غريبة مواجهة كبيرة تجمع الأهلي بالتراجي في النهاية الأفريقية والأهلي المرر خمسة على التواري في النهاية الأفريقية شايف المواجهة دي هتكون عاملة إزاي أنت بتتكلم هنا على الأهلي والتراجي ناديين الحقيقة عندهم الخبرات الكبيرة جدا عندهم يمكن التراجي يعني من سنتين فاتوا كان الحقيقة في وضع مش كويس ما كانش بيقدي بالشكل المطلوب يمكن بدأ السنة دي بشكل جيد بقى في تنظيم بقى في خبرات موجودة جوه الملعب فهي مباراة صعبة لو قدر يعدي النادي الأهلي واعتقد يقدر يعدي بمنتهى السهولة لأن مشكلة التراجي خط مبرامة التراجي الحقيقة قلبين الدفاع من ناحية الدفاعية هم ممتازين في الكرات العالية الأرضية فيها مشكلة بيلعبوا على خط واحد وهكذا يعني فاعتقد النادي الأهلي لو قدر يستغل هناك وهو قادر بس أنا من وجهة نظري وجود أفش دروجي لي هناك هيهاجم هيهاجم التراجي في مساحات قردي فيها قلبين دفاع بيلعبوا على خط واحد إذن هنا الاختراقات إذن كان من برسيتاو أو من حسين الشاحات أو ريدا سليم أو أي كان يعني محتاجة دقة في التمرير انت عشان تحط تمرير بين اتنين مدافعين عايز الراجل عنده دقة والحتة دي تتطلب صانع لعب سهل جدا يوصل مواجمين واستخدم المساحات اللي هيشتغل عليها أكيد النادي الأهلي فأنا شايف النادي الأهلي بأي حالة من الأحوال صعب يخسر هناك وسهل جدا يكسب هنا نفس الكلام بيرجح من ناحة الفنية والتاريخية والخبرات الأهلي أشار إلي ان التراجي بيتصاعد مستواه مش ذات سنة اللي فاتوا فالتعويل على النتائج السابقة وعايز أذكر ان آخر أربع مطشاط بين التراجي و سانداونز التراجي خسر مباراة وكسب ثلاثة إذن التراجي لا بيعرف يتعامل في المطشاط الكبيرة مع آسك اتعادل المطشين أنا عايز أقول أن نتمنى أن كل فريق يدي مكانته نتمنى النادي الأهلي بشخصيته يكون موجود نتمنى التوفيق مؤكد للنادي الأهلي طيب هذا الميزان الفني نشوف الميزان الإعلامي الزميل العزيز محمد شبانة يضع شرطا لفوز الأهلي نشوف نادي الأهلي على مدار تاريخه متعود على البطولات ومن التعود على البطولات ومن الثقة الكبيرة اللي زرعها وسط الجمهور المصري وجمهور الأهلي وبشكل خاص بقى الأهلي يخش أي يبهو المرشح الأول وبالنسبة الأعلى أي العيب النهار ده مع البعثة اللي مسافرة كسبانة على الأقل البطولة دي مرتين باستثناء الناس اللي جات السنة دي لكن بشكل عام بقى البعثة على الأقل مرتين لعيبة الأهلي مش محتاجة أتكلم وحفزها لأن العيبة الأهلي العيبة عندها إدراك وإحساس بالمسؤولية ضخمة جدا وعالي جدا لو بصته في ملامح كل العيب هتلاقي لعيبة الأهلي بتطوع نار من عنها ويا ويل الترج التونسي جابوا عرفين وجابوا ناس وتصريحات والميديا وبيحاولوا إنه هم يظهروا قدرتهم على منافسة الأهلي أو على الأقل 50-50 لكن اللي في عينين لعيبة الأهلي وجهازه الفني والإصرار اللي عليه مخلي وأنا بقولك متطمن 100% والأهلي مش هيخسر في تونس إن شاء الله كل حاجة مشيعة الله بس الأهلي مش هيخسر في تونس لأسباب كثيرة جدا لأن الأهلي بيعرف إزاي يكسب الألقاب لأن الأهلي دلوقتي بأفضل مستوياته الفنية الأهلي فريق هو من رمز الكرة الأفريقية الآن في كاس العالم للأندي وعلى مستوى العالم الترجل وطموحه قال طموحه بس يا فندم لما تواجه الناد الأهلي لما تواجه الناد الأهلي لازم تبع عارف أنك تواجه سيد أفريق أفريقيا وأنا أقول لك هو توقعاتي الأهلي لم يخسر في تونس وده مش تحيز للأهلي الأهلي أفضل فنية وأفضل تيكتيكية وأفضل تاريخيا وأفضل في كل شيء فإذا المعادلة كانت العدالة هي التي تحركها يبقى الأهلي والبطل طيب الشبانة اعتمد على كامت الشبانة اعتمد على التاريخ وعلى الخبرات وأن كان أرى أن الحظوظ 50-50 لكن هو بيرجح كافت الآن لما شايف 50-50 إزاي بيشفاه يعني هو جميل لله أنا شايف أنها قريبة جدا شايف أنها هتعتمد مين اللي ربنا حيوفقه في الملعب يعني لأن برضو أنت ما تشوف التراجب وهو راح سندونز ما كانش متوقع يكسب التوفيق نتمنى التوفيقه حالي في النادي الأهلي ويبقى بيلعب يعني هو بقولك اللعيب هتطلع من بقاء نار يعني دليل على أن هم لمساوا من جدية وروح عليه نتمنى الجدية بنت في التزام التكتيكي يا أستاذ براين زي ما قلت لك اوعى واحد فيهم يكسل ولو مرة أنه يسد صغرة لأن المرة دي ممكن تكلفك الماتش فأنا عايز كل اللي عم تتطع منه الكورة يقاتل عشان يجيب هكي أن واحد خطف شنطة فلوسك وجري هتسيبه هتجري الحاد داخل الدنيا تجيب هي كده نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم جديد وبنحاول نأكد لكم ما تخافش أبدا على مباراة يكون الأهل فيها حاضر بشخصيته وباحترامه للمنافس وباحترامه للتحكيم واحترامه للقيمة التاريخية للنادي الأهلي لأنه لو ما فيش فريب يدفع على قيمة تاريخية كبيرة مش هيوصل لللي وصل له ولو مش ساند ظهره على حطة جمدة قوي عمقها بهذه القيمة التاريخية الكبيرة وصمعتها العربية والعالمية بالقيمة اللي تخلي أي حد بيذهب بها ما فيش حاجة هتتحق فعلا من عمق التاريخ بتاعك أنت بتبني المستقبل الأهلي في رادس ضيف مهم جدا الحفاوة بالبعثة أيضا كبيرة الاهتمام والتركيز يمكن المرة دي كنا شفنا قبل كده للأهلي لما راحوا تفاكرين أنتوا بقى التوتر اللي حصل زمان في أكتر من مواجهة المرة دي الأمور فيها قدر كبير من الاحترام والتأدير الأداء الإعلامي في الجانبين في أيضا قدر كبير من المسئولية والاحترام شفنا الأشقاء في تونس في كل المناسبات والحوارات اللي بيجروها مع لعيبة الأهلي وإدارة البعثة ظاهر على سطح الإعلام التونسي هذا التأدير للنادي الأهلي نروح مع بعض التونس ومن تونس الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي مع البعثة عشان يحطنا مع حضراتكم في الصورة كريم مساء الخير تحياتي وتحيات المهندس عدلي ويريد تحطنا في الصورة كاملة في رادس كل التحية لكم أستاذ إبراهيم وكل التحية لبشمس عدل القيع والتحية والشكر موصلين لكل جمهورنا العظيم جمهور للنادي الآلي إن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا لجهازنا اللي فني إن شاء الله بإذن الله خطوة مهمة نحو منصة التتويج نهاية دورة أبطال أفريقيا الشوت أول زي ما بنقول هنا في تونس ترتيبات كثيرة جدا على المستوى التنظيمي والمستوى الفني والمستوى الإداري الحقيقة كتيبة عمل كبيرة جدا بتقوم بمجهود كبير عشان الحقيقة التركيز كل يكون مع المدير الفني فقط لغير الترتيبات الإدراءة بيكون مهمة جدا الحقيقة شايفين مجهود كبير من كابتن خالد بيبل كابتن سامير عدلي العميد علاء صلاح الحقيقة مجهود بيبزل عشان التفاصيل الصغيرة بشمونس عدلي أستاذ إبراهيم بتفرق بشكل كبير جدا في المواجهات الحاسمة في مثل هذه المواجهات وأيضا كمان بتقابل منافس قوي جدا وهو نادي اللي ترجل لتونسي لكن يمكن أنا أسمعي تسوى إبراهيم الحقيقة الاستقبال هنا كان رائع جدا في حفاوة كبيرة جدا زي ما شفنا قيمة الكابتن محمود الخطيب كمان مع مجلس إدارة النادي الأهلي متواجدة هنا في تونس يعني لها مردود ولها رسالة مهمة جدا وده اللي بنأكد لها حقيقة في كل مرة سواء مردود للجمهور لنادي الأهلي اللي متواجد وعايز يكون متواجد هنا وأيضا كمان للعيب للنادي الأهلي للجانب التونسي ترتيبات الحقيقة مهمة جدا زي ما بنقول لكابتن محمود الخطيب وجوده قيمة كبيرة ومردود الرسالة بتوصل لعيبة للنادي الأهلي سواء في التدريبات في فندق الإقامة الأحاديث اللي بتكون بسيطة جدا زي ما قلنا شفنا السلام من كابتن محمود الخطيب في الطائرة كلمات بسيطة جدا للعيب للنادي الأهلي لعيبتنا عندها الرغبة الكبيرة وعندها الدفع الكبيرة لكن الحاجات الصغرية بتفرق بشكل كبير فإن شاء الله بإذن الله زي ما بنقول الترتيبات والمناخ الطيبة اللي احنا متواجدين فيه حتى هذه اللحظة يستمر حتى يوم المباراة لأن يوم المباراة بيكون يوم مهم جدا إن شاء الله بإذن الله تكون نتيجة أجابية الفريق النادي الأهلي كان اليوم الأول زي ما بنقول بالنسبة للشغل الفني لميستر كولر تدريب الأول النهاردة كان على الملعب الفرعي الملعب حماد العجربي طبعا لا يستقبل المباراة الأهلي والترجي أو الترجي والأهلي فيه يوم السبت بمشيئة الله أرضية الملعب كانت جيدة كانت جرعة تدريبية قوية جدا لفريق النادي الأهلي وفي كل مرة بنقول هذا الأمر تدريب الأول بيديك رسالة وبيديك مرضوط كبير على مدى الجهزية كل واحد عايز يحجز دور وده أمر مهم جدا كل واحد عايز يكون متواجد في نهاية دورة أبطال أفريقيا وده أمر مهم جدا لكن الشيء الطيب إن الحفاظ على الكل الحفاظ على المجموعة كل لعيبة بتحافظ على بعض الكل بيأكد على دور التاني دور الكابتن الشناوي الحقيقة كان دور كبير جدا 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 مع كل اللاعبين فيه لعيبة شاركت لعبة في أجواء قوية زي تونس ورادس ومبارات كثيرة جدا سواء أيضا كمان علي معلول كان ليه دور كبير جدا مع كل اللاعبة الخبرات والوعي الكبير اللي فيه لعيبة النادي الآلي في هذه المبارات بيفرق بشكل كبير فالتحضير الزهني اللاعب النادي الآلي على الأكمل واجه ماشي بشكل طيب جدا ميستر كولر أيضا كمان من متابعاته للمباريات رجل يتفرج على أكتر من سبع مباريات وهو الحقيقة يعني دقيق جدا بيحب المنطقة دي جدا منطقة تحليل منطقة اللي هو يتفرج على أكتر مباريات يحلل يوزع مباريات على بعض الجهاز الفني يفرج اللاعب على هاي لايس على نقاط القوة والضعف أمور طيبة وبتساعده بشكل كبير لأنه بنشوف سنرايات المباراة في المباراة الكبيرة تحديدا مع ميستر كولر بيكون مميز فيها جدا من التحليل ومن الرؤية ومن المشاهدة الكبيرة جدا للمباريات ان شاء الله بإذن الله يكون واقف على كل نقاط القوة والضعف كريم لو قلت لك توصف لنا اليوم بتاع الأهلي بيمشي ازاي في المواعيد واللي موجود من خلال الترتيب للإقامة في اليوم بيمشي ازاي يعني اليوم تعرف استاذ ابراهيم بشمانس عادلي ساعتين فرق بالنسبة للقاهرة وتونس يعني احنا في هذا التوقيت يمكن لو الساعة 12 في القاهرة بيكون الساعة 10 بيبدأ اليوم 11 صباحا يكون فطار لفريق النادي الأهلي 3 عصرا بيكون وجبة غداء محاضرة الفنية النهاردة كانت 5 إلا ربع شرطا التوجه للملعب يمكن ايضا كمان سيكرر هذا البرنامج غدا لكن ممكن غدا اليوم مليء شوية بالأحداث مع التدريبات عندك كمان اجتماع فني يكون 12 ظهرا اتنين ظهرا يكون مؤتمر الفني لفريق النادي الأهلي ايضا كمان بحضور مستر كولر والكابتن محمد شنوي قائد فريق النادي الأهلي ومن بعدها سيكون التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي على استاذ رادس الأستابل المباراة يا كريم بالنسبة للحالة البدنية والصحية لأعضاء الفريق كله تمام الحمد لله يعني ندهى نقول الحمد لله طمنا النهاردة اه اه بشوان سعاد لي طمنا النهاردة في التدريب بنحاول ان احنا نشوف اللعيبة في التدريبات ما نقولش معلوبة لما مشوف الجرعة التدريبية الكاملة كل النهاردة اجتهت جرعة تدريبية كانت قوية جدا بعد التدريب بنسأل رئيس الجهاز الطبي دكتور رحمة جبال هل في حد شك من اي شيء هل في اي حاجة الحمد لله الحرص واللعيبة بتحفظ على بعضها زي ما بقولك بشوان سعاد لي اصدر سبريم ده امر مهم جدا لعبتنا جهزة كلها الاسكواد المتواجد معنا كل القايمة الحمد لله جهزة بنسبة 150% من ناحية الطبية وده امر مهم جدا ناحية الزهنية والفنية الحقيقة الشغل اللي بيوبزل والمجودات والترتيبات لمستر كولر بالنسبة لي الجمل التكتية ده امر مهم لكن الحمد لله الجهزة تم لكل لعيب النادي الالي ان شاء الله بس مستر كولر يكون موفق في اختيار 11 اللي يمثله النادي الالي ان شاء الله في يوم ورات يوم السبت بكرة الجمعة اليوم الاخير قبل المباراة الاجتماع الفني امتى هل الالي عنده اي امور هيعرضها على المؤتمر الاجتماع الفني للمباراة والمؤتمر الصحف 12 ظهورا او واحدة ظهورا بتوقيت تونس طبعا كل التوقيتات بنقولها بتوقيت تونس هيكون الاجتماع الفني يمكن تم تحديد موعد في محاولات من الجهاز الاداري فريق النادي الالي كابتن خلبيه وتحديدا مدير الكرة بيحاول ان هو يخلي المؤتمر قبل انطلاق التدريب مباشرة وده يمكن طلب ممكن يتم يعني طرحه بالنسبة لي الجهاز الفني لنادي الالي عشان يكون في وقت ان تتخلص المؤتمر وعلى طول يكون ميستر كولر مع كابتن محمد الشناوي قائد فريق النادي الالي اللي يكون متواجد في المؤتمر الصحفي يشاركه في التدريبات الوقت يمكن من اتنين لغاية التدريب يكون الساعة سبعة او ستة بتوقيت تونس هيكون المسافة بعيدة شوية لكن الترتيبات والموعد اللي معنا حتى هذه اللحظة 12 ظهورا المؤتمر الاثنين ظهورا المؤتمر الصحفي يصبقوا الاجتماع الفني 12 ظهورا والتدريب الأخير لفريق النادي الالي يكون في تمام الساعة السادسة وزارة الشباب والرياضة في تونس زادت عدد الجماهير من 27 ل34 نتيجة للإقبال الكبير اللي تحدثوا عنه انتوا لمسين هذا الاهتمام الجماهير الكبير بالمباراة؟ الحقيقة طبعا يعني الواحد تواجد في تونس وتحديدا كمان في رادس يعني مرات عديدة جدا فيه شغف كبير جدا في المدارك بالكامل يعني الساعة الكاملة النهاردة كان فيه الحقيقة بالنسبة لجمهور التونسي طرح التذاكر عدد كبيرة جدا الحقيقة ال34 و30 ممكن يزيده كمان أساس إبراهيم بشوانس عادلي يعني ده اللي احنا عارفينه في هذا الامر لكن حتى هذه اللحظة الحقيقة الجانب الأمني للتونسي عمل تجديدات كثيرة جدا تنظيمه كان جيد جدا بالنسبة لطرح التذاكر بالنسبة للجانب التونسي لكن المتوقع أن العدد هيكون أكتر من كده عندهم شغف عايزين يحضروا وطبعا هي بالنسبة لهم في أرضهم فالأمن التونسي ممكن يسمح بدخول عدد مع التنسيط طبعا مع الكاف لكن حتى هذه اللحظة ال34 ألف متواجدين وممكن يزيدوا عن كده كمان لكن منتظرين مع مرور الأيام وغدا تحديدا يكون معنا بقى المعلومة الصحيحة والدقيق جدا بشكل كبير ويكون من خلال شاشة القناة اللي نقدر نعرضها لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي لأهل إنما درجة التواطر والسخونة اللي كانت موجودة باستمرار هل هي أهدأ ولا على نفس الوطيرة كما تلمسها وأنت بتتابع للأمر إعلامية لا يعني الأمر مختلف بشكل كبير بشوانس عادلي يعني من الاستقبال وجود رئيس نادي الترجي لسي حمد المبادة بطبعا مع كابتن محمود الخطيب باستقباله في المطار الحالة الإعلامية بالنسبة كلام الإعلام على النادي الأهلي النادي الأهلي بيكلمه عن نقيمته كبيرة جدا بيكلمه عن فرص النادي الأهلي فرص كبيرة لكن هما طبعا تعظمهم من النادي الترجي ده أمر معروف بالنسبة لنا لكن الحالة هادية عن المرات اللي فاتت بشكل كبير جدا في اهتمام إعلامي في احترام متبادل في احترام مع حرص بالنسبة للنادي الأهلي النادي الأهلي بيحترم نادي الترجي بشكل كبير جدا وحرص بشكل كبير لكن فيه ثقة عند كل لعبتنا فيه ثقة عند جمهورنا ممكن عايز اتكلم على الجمهور النهاردة كتلافتة طيبة تواجد عدد من جمهور النادي الاهلي اللي جاي من اسبانيا اللي جاي من الالمانيا اللي جاي من النمسا عشان يكون متواجد لمؤذرة فريق النادي الاهلي نادوا على اللعيبة النهاردة كلها حيوا كل اللعيبة طلبوهم ببس لكل الجهد في المباراة الاولى فالامور طيبة جدا انا مش منساعد لي يا سيد إبراهيم حتى هذه اللحظة احنا اللي بيهمنا هو يوم المباراة وتحركنا اليوم المباراة ازاي ان احنا نتحرك من هنا التوقيت ايبقى ازاي لين الطريق بيستغرق 25 ديئة اه مع التأمين الامر يكون مختلف شوية لكن مع الكسافة الجماهيرية اللي احنا شايفينها اللي ممكن تكون متواجدة على مدار الطريق او على مسافة الطريق كله حتى ملعب رادس بتحتاج ان احنا نسأل على الترتيبات الامنية امر مهم جدا عشان كده بقول لك الدور الكبير اللي بيوبزل من الكابتن خالب بيبو العميد على صلاح المنصق الامني لفريق النادي الاهلي الامور دي بيكون مهمة وهيتم بالتأكيد غدا في الاجتماع الفني طرح هذا الامر ان احنا يكون في اهتمام كبير بتحركنا من فند الاقامة حتى ملعب المباراة ده امر مهم جدا ومشروع وحق النادي الاهلي لكن الجانب التونسي والجانب الامني التونسي الحقيقة حتى هذه اللحظة واللي احنا شايفينه ااين بدور كبير جدا مع بعثة فريق النادي الاهلي من فند الاقامة لتأمين تحركنا على طول بيكون معانا تأمين بكسافة بشكل كبير جدا لكن بنقبل ان شاء الله يستمر هذا المجهود اللي بيبزل من الجانب التونسي حتى موعد المباراة بمشيئة الله حالة التقص عندك تقريبا مشابهة للقاهرة مش كده يعني مش بنسبة كبيرة للجو في هذا التوقيت يا سيد ابراهيم يعني فيه برد شوية لكن جو كروي رائع بالنسبة للتوقيت اللي يقام فيه المباراة درجة الحرارة صباحا بيكون سبعة وعشرين وستة وعشرين لكن مفيش اللي هو الحرارة او مفيش رطوبة عالية فده يمكن المناخ طيب حتى دي اللحظة يوم كمان السبت الجو متميز في توقيت المباراة بنحاولين احنا نشوف نشوف الطقس عامل ازاي فان شاء الله الجو والمناخ والطقس والترتيبات والمجهود اللي بيبزل والروح الكبيرة جدا مع لعبة النادي الاهلي واصرارهم انه هم يحققوا نتيجة جباية في المباراة الاولى ان شاء الله بإذن الله ربنا يكافئ كل لعبتنا ويوم السبت ان شاء الله بإذن الله يكون نتيجة طيبة وجيدة جدا لفريق النادي الاهلي بإذن الله يا كريم بنشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيء ان شاء الله شكرا جزيلا للزميل كريم احمد موفد قناة الاهلي في تونس واعتقد حتى حضراتكو في الصورة كاملة الحالة كمان تبدو هذه المرة اهدأ من مرات سابقة اه انا انا شايف ان يعني اتعلمنا بقى من اخطاء الماضي يعني نتمنى برضو ان لا ننساق وراء المحاولات الصبيانية اللي بتحدث لاستدراجنا الى مواجهات او تلقيحات او افهات او تعكير هذا الجو او طبعا في خطة استاذ ابراهيم خطة واضحة جدا الافتعال يعني او وضع عرقيل امام الاهلي في اي في اي تحرك وحيبان دلوقتي في فخرا انت مجايزة طيب اسطورة الكرة التونسية الكابتن طرق دياب مش بس محلل ولا وزير رياضة سابق لكن هو واحد من ابرز صناعة اللعبة اللي ظهروا في تاريخ الكرة التونسية وهو ابن الترجي طرق دياب بعواطفه الترجوية شايف الاهل ازاي اعتقد رأيه مهم طبعا يا ريال مدريد افريقيا 8 سنة نادي الاهلي اولا قبل ما يكون نادي مؤسة مؤسة كبيرة مؤسة كبيرة ومدرسة كوروية وتاريخ عريق ليس بيكون القدم في رياضات الكل المصرية ولهذا فريق احتذى به فريق قدوة بالنسبة للفرق الكل العربية والافريقية تتوجيات هذية من جاتش من الصدفة تتوجيات هذية جاتش من عمل كبير من متواصل بين الأجيال والتواصل بين الأجيال المسهل لأن هناك تعاقب المسؤولين والرؤساء هناك تعاقب اللاعبين ورغم هذا الأهلي ما زال مسيطرة على الكورة العربية وخصصا الكورة الافريقية وهذا ليس بسهل مش عمل متع يوم أو يومين عمل متع سنين لأننا نقول نادي الأحلي احنا خلطنا على رئيس صالح سليم يعني صالح سليم من أفضل الرؤساء اللي عاشرون يقوله أفضل رئيس كذلك طرق يقوله أفضل رئيس في تاريخ صحيح هو وبدا بالحال زملائه قبل رئيس هذا أنه قد بخدمات كبيرة لنادي الأهلي ووضعوا الفريق هذي على السك واليوم ما زالت ما زالوا الرؤساء يكونوا ماشيين على السك هذي لأن قارطة الطريق حضرها ناس خدموا الفريق هذي وناس أعطاهم للفريق هذا وإذا وصلوا للفريق هذي إلى المستوى هذا لأن هناك عمل قاعدي والفريق هذي يبني على أسوص صحيحة والفريق لما يبني على أسوص صحيحة ما تخافش عليه لهذا الفريق كنا نقول فريق عريق فريق مدرسة مؤسة كبيرة كما أقوله أكبر من فريق كرة قدم وليذا نقول فخر الكرة المصرية النادي الأهلي على فكرة هو بيأكد على كل ما نود أن نكرس له من معاني تخص النادي الأهلي أن الأهلي ليس مجرد فريق الأهلي مؤسسة تعمل بشكل مؤسسي بني على قواعد متينة وسليمة يتورسها الأجيال نادي أوروبي في أرض إفريقية هناك خريط الطريق يعني استخدم هذا اللابس خريط الطريق وضعت يلتجم بها كل قيادات الأهلي المتعاقبين تاني وتالت ورابع تمسكوا بالآله كما عرفتموه حبوه كما وجدتموه توارسوا القيم توارسوا خريط الطريق التجموا بيها بكل عناصرها مسؤولين وجماهير ولعيبة هكذا يرانا الآخرون ودير رشدة اللي هو كتبها يعني واختصار في الآخر هذا فريق عريق فريق مدرسة مؤسسة كبيرة أكبر من كونها فريق القرية القدم لهذا نقول مش هقول اللي أهله عشان بيزع الناس كتير أن الأهلي هو يعني يلخص الكرة المصرية طيب هذه المكانة للنادي الأهلي لدى ممكن يكون أحد أهم أساطير الكرة التونسية والترجب الزاد كمان طريق دياب قيمة جيدة أهلاوي يعني هذا فريق عريق وفريق كبير جمهري أنا بطلات ترى التعادل اليوم نحاول الحالة الحالة الحقيقية والتاريخية هو فوز الأهلي نعم التاريخ مو أنا لا يمكن أن يحرف ولا يمكن أن يزور حتى وإن حاولت بكل زي ما قلت أنت ما تقدر أن تجيب ستيك وتمحي اللي تبغى وتكتب اللي تبغى في تاريخ جوال ملعب يكتب على مدى السنوات صحيح التاريخ يقول أنه الأهلي لا على كاعبان الأهلي هو البطل الأهلي هو الأكثر جماهيرية الأهلي هو عملاق الذهب والبطلات أخي والله خطير بس أمام عشر ردواني أصد صبرايا يعني الراجل بيقول إيه الأهلي مدرسة واستراتيجية واستقرار الأهلي فئات وليجان ومية وعشرين مليون نسمة تمشي في المحافظات الأهلي الأغلبية للأهلي مفتوح على كل مصر طيب أنا عايز أقول لك على حاجة لا جملة يعني ده كان أحمد الفهيد حسام الحاج التونسي في قناة الإيفم تيفي التونسية حنشوف حسام الحاج حسام الحاج حسام الحاج علي نشوفه في القناة التونسية رأيه في الأهلي قبل المواكهة دي إيه تقاليد في اللي جان متاحهم معناها كي ما تقول ريال مدرين في أوروبا كي تدخل أنت للنادي ما تماش معناها ما عندكش فكرة أخرى اللي أنت يجب تكون بطل إفريقيا تكون بطل السوبر بطل القرات هذه كحاجة مسلمة نهار تلي ما تصيرش معناها كارثة في النادي كارثة الأهلي في كل بلاسة بريزك في مصر تمام النادي الأهلي هو فيه السكسيون الكل وفيه الكاتيجوري الكل وفيه الاسبور الكل وفيه اشتراكات وفيه والانخراطات يصب والانخراطات والليجون والتكوير ومثلا احنا 120 مليون نسم زيد 120 مليون نسم الأهلي قدش من محابض ورقش حاجة في مصر أحسن جورات اللي في المحابض وكل يمشيوا النادي الأهلي ومبعد يجيوا لذلك عندها مفتوحة للمصر الكل لتجيب لميرجور أكثر مداخير أكثر سبونسور أكثر كل شيء يمشي يشكور يمشي لنادي لذلك مدرس طيب يا أستاذ إبراهيم أنا فعلا يعني الفيديوهين قدامي الفهيد والحاج محطوطين في ترتيب خلاني نسبت كلام الحاج للفهيد لكن هم مختلفوش كتير عن بعض بس غير إن الفهيد قال أنا أهلاوي إنما الحاج هو اللي قال قال مصر 120 مليون تروح المعافظات الأيوم ما وهمش غير المكسب والمكسب تخرب من بطولة تخش في البطولة ويوم ما تساوي إنك تخسر بطولة هدي كارسة وده اللي إحنا كنا بنقوله بنترجبه الأهل يحاسب على ما يفقده ومش ما يكسبه صحيح ف يعني لما الأهل يوصل يقنع الناس يعني المش مصريين بهذا دي نسبة نجاح علي جد طيب واجبة تونسية وعربية الحقيقة يعني رائعة جدا لجمهور الآله هنطلع منها الفاصل وبعد الفاصل نتواصل يعني 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 أنا خطفت الفقرة دي من صديق العزيز إبراهيم ومارست عليه ديكتاتورية لإني عندنا فقرة خايف الحلقة تمشي من جبهاش هنأجلكم ماذا قالوا عن الأهل الفيديوهات لأن أنا في الفاصل كده اتشفت أن دول حوالي 20 فيديو أستاذ إبراهيم عايزين حلقة أو تاخدوا في مجلة الأهل كده من جلدة للجلدة كلام كله يا جماعة شخصيات وإعلاميين ورياضيين في بلاد مختلفة بيقولوا إيه عن نادي الأهل حاجة مبهرة يعني ندي حاجة هنأجلها ولكن أستاذ إبراهيم قبل ما نيجي فن فبراكة المتفابرك عندنا معالي السفير الحياة يا جماعة الخارجية المصرية دايما الشريك الدائم للأهل في كل نجاحات وبطولاته الخارجية باستمرار السفارة المصرية ورجالها في أي دولة الأهل ينزل بها حتلاقي السفارة موجودة سيادة السفير يهاب فامي سفير مصر في تونس كان في مقدمة مستقبلي بعثة الأهل في مطار قرطاج مبارح ولم يترك البعثة أبدا موجود ورجال السفارة مع كابت الخطيب وأعضاء المجلس باستمرار النهاردة كان موجود النادي الأهلي كابت الخطيب ووجهه للشكر ودي موجود مع المنص خالد مرتاجي ويمكن كل الجرعي محمد الجرحي وأيضا محمد سراج محمد سراج وطاري أنديل وطاري أنديل كله بقول لكم أعضاء مجلس الإدارة بيشكروا السيد السفير ورجال السفارة على كل ما تقدمه السفارة المصرية للنادي الأهلي من دعم ومسندة عشان كده أعتقد هذا اللقاء يعني فيه من التقدير وال شكر على كل الدعم وكل المسندة لأنه يا جماعة الحاجات دي بتبقى مهمة جدا أن أنت تروح تلاقي السفارة بتزللك أي مشكلة دعم ليك هي الاتصال مع الفريق الآخر لازم تلاحظ أن الاستقبال كان في منزل السفير مش في السفارة ده تقدير زيادة كمان أي ده زيارة الكابتن الخطيب وعضاء المجلس للسيد السفير في منزله طبعا قلتلكوا ده دور مهم جدا الأهلي بيلقاه باستمرار ثم هذا التأدير وهذه العملة تسكرية بتاعة الأهلي آه من الكابتن الخطيب للسيد السفير طيب أعتقد كمان الزميل كريم أحمد في لقاء مع السيد السفير يهاب فاهمي عن انطبعاته عن المباراة وعن دور الأهلي معهم نشوفه من جد التحيل كل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان الحقيقة أجواء طيبة جدا هنا في تونس الكل بيستعد الكل على قلب الرجل الواحد بالنسبة لفريق النادي الأهلي الجهاز الفني إن شاء الله بإذن الله خطوة مهمة جدا نحو منص التتويج في دور أبطال أفريقا إن شاء الله بكل المجهودات تكلل بالنجاح لكن في هذه لحظات الحقيقة يساعدنا يكون معنا مع السفير لتزليل كل الأمور الخاصة ببعثة فريقة للنادي الأهلي للترتيبات قبل الصفر وأيضا كمان وجودنا هنا في تونس أمور عديدة جدا ننكلم فيها طبعا مع السفير بنرحب بيك في البداية على الشاشة الآلي وسعداء الحقيقة بوجودنا في تونس ترتيبات كالعادة طبعا مميزة جدا لكن بشكل عام قبل الصفر كابتن خالبيبو كان متواجد كابتن سامير عدي الترتيبات دي مهمة جدا بتفرق الحياة مع النادي الأهلي بشكل كبير جدا أولا أهلا بحضراتك وأهلا بمشاهدي نادي الأهلي وأهلا ببعثة النادي الأهلي وعلى رأسهم كابتن محمود الخطيب أكيد حضرتك تبعت أولا الاستقبال الاستقبال كان حفاوة شديدة من قبل رئيس نادي ترجي كابتن حمد المدب وعكس المحبة والأخوة الصادقة لما بين الشعبين وما بين الناديين من أكبر الناديين في أوطانهم وفي أيضا في محطهم العربي والأفريقي وطبعا لما الكبار بيلتقوا أكيد جماهرهم بيكونوا متطلعين ليشوفوا مباراة شيقة وتليق بتاريخ وبحجم الناديين ونتمنى يا رب التوفيق والفوز للنادي الأهلي وطبعا الترتيبات يعني كل الترتيبات سواء اللوجستية أو الأمنية كلها على قدم وساق ويعني بتوجه من خلال حضرتك الشكر للسلطات التونسية اللي وفر كل التسهيلات الأمنية وغيرها من التسهيلات لتوفير كل سبل الراحة لبعثة النادي الأهلي منذ الوصول وحتى الآن وطبعا أنا كنت مع البعثة النادي الأهلي في الاستقبال مع كابتن مع رئيس النادي الترجي وبالإضافة إلى التمرين الميران الأول اليوم يعني حرست أن أنا أكون مع كابتن محمود الخطيب وشاهدت بنفسي الحماس واللعبين بإذن الله يعني متطلعين لمباراة طليق بحجم وطريق النادي الأهلي نتمنى لهم كل التوفيق سؤال مهم جدا هو يوم المباراة تحديدا تحرك فريق النادي الأهلي من فنده لقامة ترتيبات الأمنية دي بيكون مهم جدا أنا عارف نحية كوافة عليها بشكل كبير ومركزين عليها بشكل كبير يعني حطنا في الإطار ده كيف سيتم الترتيب لليوم يوم المباراة وتحديدا تحرك النادي الأهلي من فنده لقامة حتى الوصول لعمل عبرات مصر حضرتك يعني أنا في لقاءتي مع سيد وزير دخلية هنا وسيد وزير تم توفير كل التسهيلات وكافة الإجراءات التأمينية وطبعا إحنا في بلدنا التاني تونس يعني مسألة التأمين دي مسألة إجرائية لكن هي بلد آمنة وإن شاء الله تبقى الأجواء أيضا وديها صحيح فيه منافسة ما بين الناديين الكبار ولكن منافسة شريفة ومنافسة يعني إن شاء الله تتوج بمطش كلنا نستمتع به بإذن الله ويكون يعني يسعدوا الملايين المشاهدين المصريين بإذن الله شكرا جدا شكرا كل الشكر والتأدير الحقيقة للمعنى السفير لأسيد إهاب فاهمي طبعا على هذه التصرحات وإن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي يوم السبت المشيئة الله يكون يوم عظيم على كل جمهور النادي الأهلي كل الشكر للسيد السفير إهاب فاهمي وللخارجية المصرية ودورها الكبير دايما في مسندة النادي الأهلي في مثل هذه المهام الوطنية الكبيرة وبنتمنى التوفيق إن شاء الله لفرقتنا العشرة مساء السبت بإذن الله دعواتكم للفريق يحق نتيجة إن شاء الله تعالى تكون إيجابية ويرجع عشان يستعد لمطش العودة السبت اللي بعده على طول في القاهرة عايز أقول له حضراتكم إذا كانت هذه الحقائق واضحة جدا الخطورة بقى في فن فابراكة المتفابراك فجأة تطلع حاجة فابراكة يتبني عليها فابراكات أخرى يعني عارفين لما أنت تلضم الحرام فحرام فتكبر المسألة قوي طلع زميل قبل كده قال نسب للكابتن الجهري الله يرحمه إنه قال لك ادوا ادوا لزمالك تحكيما عادلا وتركوا الآخرين نفسوا على بقية المراكز وطلعنا هنا في البرنامج وما زلت بقى أردد أخطر شي وأسوأ شي أخلاقيا التقول على عظم التربة اتكلم على الأحياء كيف ما شئت هتلاقي الراجل عايش يرد عليك لكن لما واحد يموت تنسب إليه كلام كلام ده لو صح الجهري قاله الله يرحمه بينسي في تاريخه هو كلعب وكمدرب في الأهلي فأن أنت تنسب ده أولا كابتن الجهري وغيره تراثهم التقال على لسانهم كله محفوظه موجود بحثنا في كل الحوارات الصحفية وهي مجلدات في المؤسسات الصحفية لا على رأيك هو الجهري يقوله يعني يطعم في البطولات الغدى يطعم في نفسه إيه سازاجة دي لكن أنا بقول لكم أخلاقيا درجة متدنية أوي وش فيها سازاجة الدناء أن أنت تنسب للأموات حاجة ما قالهاش لأنه محدش هدافة عنها وهتتبني عليهم طبعات فأنت متخيل أولا قلنا يا جماعة اللي بيردد هذا الكلام الكاذب يطلع يجيبه الكلام ده نشر في حياة الكابتن الجهري في المكان الفلاني نقول لك معك حق ما لم تثبت هذا فأنت كاذب كذوب وبقالنا فترة يمكن سنة الزميل الصحف اللي طلع ده وهو في مؤسسة صحفية كبيرة تمتلك أرشيفا كاملا لكل ما قدل به كابتن الجهري من تصرحات يطلع يقول لنا كلام ده قاله كابتن الجهري في جورنان كذا يوم كذا يقول له معك حق وأسفين البعض للأسف يا أستاذ إبراهيم من الإعلاميين بقوا مشجعين مش هدفهم الحقيقة حتى يعني فيه مشجعين متنورين بيكتبوا بيلتزموا الحقيقة أو بيرددوا ما يسمعوه ليه بقول لكم بقى فابراكة المتفابرك فيبنى على ده يطلع صفحات بعينها تنسب تاخد كلام المتفابرك ومازلت بأكد الفابراكة على لسان الأموات سلوك متدني أخلاقيا لأنه ملوش حد يدفع عنه ظلما أو بهتانا محدش هدف عنه فاحترموا عظم التربة انسب الكلام ووضحه وأي صحفي مبتدئ يعرف أنه أول درس عملية الإسناد مين قال إيه فهيه ما لم يظهر ده أول ما تسمعوا الكلمة دي من أي حد أن الجهري قال لك اعطوا الزمالك تحكيما عادلا واتركوا الآخرين قلوا انت كذاب ينسب هذا الكذب يبنى عليه للمحلل والزميل النقد الرياضي الكبير الروساس خالد بيومي فتطلع صفحات بعينها تنسب لخالد بيومي كلام منسوب مضاف إلى كلام الكابتن الجهري اعروا بس التويتر دي المنسوبة للكابتن خالد بيومي أنه خالد بيومي قال شوف منسوب إليه الكلام إذا لعب الزمالك في أي دوري في العالم غير الدور المصري سيتوج الزمالك بجميع البطولات يا ريت نشوف بس في أي دوري في العالم سيتوج الزمالك بجميع البطولات لأن هناك لا يوجد اتحاد كرة ولا لجان ولا لجان تحكيم يجاملون فريق واحد على حساب كل الفرق الأخرى ده كلام منسوب إن اللي قالوا مين كابتن خالد بيومي وبيقول لك الخالد بيومي كمان قال بصوا لبسوه كذبة الكابتن اللي نسبوها للكابتن الجهري قال لك وبيقوله الخالد بيومي وبدليل ذلك الكابتن الكبير محمود الجهري رحمه الله رحمه الله عليك قبل رحيله قال اعطوا الزمالك العدالة الكروية وتركوا باقي الفرق تتنافس على المراكز الأخرى لبسوا حي في ميت بالشكل اللي انتوا شايفينه قبل الحلقة وكأن الله أراد أن يزل الحقيقة شوفوا كابتن الجهري عليه رحمة الله بقول لكم الدناء أن أنت تتقول على ميت على راحل اللي محدش عيرد لكن كابتن خالد بيومي ربنا يدي له الصحة وطولة العمر كويس أن أنتوا نسبتوله ده واستشهدت أنه هو اللي قال أن الجهري قال بعدت ميسج لكابتن والصديق العزيز خالد بيومي بنص ما هو من نسب إليه رد برسالة صوتية هتسمعوه مساء الفولة سبريم ما لش كنت على هوا وشفت الميسج بتاعك متأخر جدا لا طبعا طبعا مش كلامي خالص ولا ليه أي علاقة بي يمكن أنا نزلت نفيه كمان على تويتر عندي على صفحاتي أن مليش أي علاقة بالكلام اللي بيتنشر على الثاني فطبعا وصلنا لمرحلة صعبة جدا جدا بصراحة مش عارفين روح فين ونيجي منين تحياتي وآسف على التأخير زي ما بقول لكم كأن الله أراد أن يظهر الحقيقة ما هو الكذاب بعد شوية بينسى أنه كذاب فبيصدق كذبه فبيسترسل واستمر الكذبة الناس دي عايشة في فقاعة معينة وماشى بخطة معينة الزبراهيم من 2008 بس الوقت بيحاولوا وقعوا الآله ويقوموا الزماله بقى الاتنين مع بعض كان قال لك لما مش حنقوم الزمالك حنوقع الآله دلوقتي تعالوا وقع الآله ونقوم الزمالك ولو بنشر الأكاذيب اللي من النوع ده أن يقول لك الآله بيكسب بطرات حرام أن يقول لك الجهري قال أن يقول لك بوشخش قال اللي يقول لك مش عارف مين عمل خالد بيومي قال فالحمد لله لك لما تتواصل يجي لك التجذيب بصوته الصورة يعني عشان كده بقول لك الزمار ما بيخبش دقنه فالوضع بقى مؤسب جدا 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 طيب تتقول على الكابتن الجهري على رحمة الله وينتد الأمر للتقول على واحد زي بوشكش الصورة المجر اللي جي في التمانينات درب المصر البورسعيدي وعمل معاه تجربة كبيرة فيكتبوا على لسانه أو ينسبوله قال إيه لما رجع المجر قال لهم لا قصة أنا خدت المركز مش عارف كام لأن هناك فريق كنت كسبانه هاخد كاس مصر اتحساب له هدف من تسلل عشان يتعادل ويرجع يكسب وإنه الزمالك بيتظلم من التحكيم زي وزي المصري لكن الآلي هياخد أي بطولة حتى لو مشاركش فيها كلام الكزبي ده نسبه له بوشكش وقال لك والرجل هناك قال له حاجات لا تدحك إيه بقى بص الرجل بيقول له قال لك لما بوشكش ترجع المجر بعد هنا قالوا له مع المصر عملت إيه قال لهم حصلت على كاس مصر وعلى المركز الثاني في الدوري قال الصحف المجر متابع الرجل قال له لا النتائج غير كده الآلي حصل على الكاس بينما حصلت إنت على المركز الثالث في الدوري بعد الآلي وزي مالك قال لهم لا تحتسبوا الآلي في الصورة نهائيا لو فعلتوا كده حتلاقوا النتيجة اللي ذكرتها صحيحة ليه قالك ده أنا حسبولي حسبوا للآلي هدف من تسلل اتعادل به مع المصري في الكاس وبعد كده جاء سجل وكسب طب ما نفكركم التعاريب ما نفكرنا بإيه بابا حلموس بابا حلموس نظر العزب العزي يألفط المصاريف بتاعته كلام يدحك وغليس له سند من وقع طب فكرنا بالهدف الأفصائي طب أقول لكم ما نشوف جون الكابتن على ما يهوب في المصري كان الحاجة سيد متولى عليها رحمة الله خلاص المصري كسبان واحد صفر وبيعدل الكرافات من انتظر ينزل يسلم الكاس وإذا بعلا ما يهوب يسجل هدف قاتل في الوقت القاتل تقريبا إديها تسعين أو تسعة وتمانين نفكركم بجون على ما يهوب تشوفوه دلوقتي وقلولي داقوا في صايد إزاي أولا أنتو نسبتوها البشكش فاكرين أنتو المسألة حتنتشر ويبقى إيه قادر الأجانب بيشككوا في الأهلي ما تعرفوش أنه الكتب خيبة لأنه الأرشيف موجود شوفوا كابتن على ما يهوب والهدف القاتل بتاعه على ما يهوب على ما يهوب هو 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 البول الأول للموعد الأهلي في الدقيقة أربعة واربعين من الشوت التاني فقت من الوقت حوالي أربعة واربعين دقيقة طيب شفت الهدف وعلى جاي من تحت جبتوا الرفصات دي من يين مش عارف هو تمنوها اللي بيكتب مهوف الاعتماد علي أنك تكذب وتكذب لما تصدق فلنسى في أنتو بس اللي بتصدقوا بصوا يا ريت لما تتعاد كمان يا جماعة شوفوا الأعلامة يهوب جاي من يين تفضلوا تفضلوا وجايبوا الكورة أول مرة حد أول مرة حد يتكلم ده الراجل بيعمل عليه تاكلين لا الراجل بيعمل عليه تاكلين بيواجهوه ومعات كورة برقصه بصوا برقصه من نص طيب لكن بقى لو عايزين تدوروا حنفكركم برضو الزمالك والمصري وردبر ذكر تقريبا الإيراني ده في عصر بوشكش بقى اللي انتو قلتوله ان هو قال إيه متدايق من ان الآله بتجامل شوفوا التحكيم بتاعنا وقتها والنبي عمل إيه في ضربة جزاء للمصري إزاي دي ما تتحسبش ابنالك شوفوها واحكموا انتم ياخد عينه ولعبها حلوة ياخدها رضا برزكاري رضا برزكاري وينشام ياكل مش من إنشام ياكل مش من إنشام ياكل والكورة عاود لعبها عاد المأمور اعطوني العدالة لا بص الكابت اللطيف يعني يريد تتعاد تاني بصوا بصوا إنشام ياكل وقع على رضا برزكري وقعوا خالص فالكورة طلعت اسمعوا بس لصوت الكابت اللطيف رضا برزكاري رضا برزكاري وينشام ياكل مش من إنشام ياكل مش من إنشام ياكل والكورة عاود لعبها عاد المأمور طيب مش من إنشام ياكل والحاكم القاود انت كل جميع متشوف اللقطة دي هاينا يا برهين هي جديدة يعني طيب ده يا جماعة بمناسبة ده المصري ودي المطش اللي كان فيه بوشكش لو بوشكش هيحس بأي ظلم من الكلام ده هيحسه مع الأهل برضه وبعدين لإنت هذا التقول وهذه الفابركة على ناس توفت لحد جاب حوار لبوشكش قال ولا حد تطلع حاجة من ده وخطورة ده لإنه بينتشر طبعا على السطح الإعلامي الحديث فهيتلاقي موجود في كل حت طيب إذا كان ده فابركة المتفابرك اليومين دول بقى الشائع لا بس أنا عندي حاجة كان نفسي نجيبها ولازم نجيبها إنت بتوصل بتفابرك لنفسك يعني كابتل خالد الغندور طالع يقول إن البطولة الكونفدرالية دي أهم ببطولة دلوليومين دول وأحسن بطولة ومش عارف إيه والفوز بيها وميدو يقولك الفوز بيها تساوي عشر بطولات ماشي أنت بتلعب بطولة طبعاً حاجة تشوف أهميت حد جايب له لقطة قاعد بمنتهى الثقة والأريحية ومسترخي في لقاء في قناة عربية واللقطة على فكرة موجودة عندوك كان حياتك وجهزتوها قبل زمالك يكسب كونفدرالية فبيقول له الأهل حيلعب النهاء الكونفدرالية تتمنى له إيه قال له تمنى له يكسبها فقاله تتمنى له يكسبها قال له مش تسأني له لأن بطولة ملهاش لازمة وبطولة ضعيفة ولا تؤهل كأس العالم فما يكسبها الأهل يعني حيعمل بها إيه على الكونفدرالية بس هي دلوقتي أهم حاجة وأقوى من دور الأبطال والدور كان أقوى من دور الأبطال والمركز الثالث على العالم ده مالوش لازمة وهكذا دائما هنجيب لكم اللقطة دي النهاردة مش هنلحق هنجيبها لكم عشان تشوفوها تشوف انك انت ما بتعلي على نفسك طيب خلص الكلام يا لجنة الحكام النادي الاهلي لسه الاسبوع اللي فات في بيان رسمي بيسأل اتحاد الكرة عن ماذا تم من تطوير للتحكيم والانت الانحيازات وتوجيه البطولة توجيه البطولة يا جماعة تشوفها مبارح واضحة وضوح الشمس في مباراة لبيراميدز مع السيراميكا كيلوباتر وشوفتها قبل كده مع بيراميدز مع فيوتشار بيراميدز دلوقتي الفريل المنافس المباشر اللي لقل على البطولة لجنة الحكام بتختار حكام بعينهم صغيرين لمباراة بيراميدز مبارح جن في منتهى الوضوح ما فيش حد من خبراء التحكيم انا شفت خمس اراء لخبراء التحكيم كل واحد فيهم قال ما فيهاش اي حاجة ازاي ده جن يتلغي الغريب انه في غرفة الفار الحاكم اسمه محمود قوفة درجة اولى ما هواش دولي ومن الحكام الجداد من كفر الشيخ يتحط كمان في غرفة الرفار حسام عازب حجاج حسام عازب حجاج حكم تقنية الفيديو قال له يا كابتن ما فيهاش حاجة انا مش شايف اي حاجة تقول انها فاول ما فيش زاوية توضح اللي انت بتقوله صمم على رأيه والغى الهدف عشان بيراميكا يكسب سيراميكا اشتكى وطلع بيان رسمي لكن هوريكم فيديو واحد بس لكابتن ساميرو عثمان وهو بيأكد على صحة الهدف اللي سجله سيراميكا وسيراميكا تطلع النهاردة انه بيأكد كل المحللين كل المحللين جهات جريشة وجه احمد كله تكلم نشوف ساميرو عثمان لانه البيان الرسمي بتاع سيراميكا النهاردة اشار الى انه الامور بتتم البرامدز في منتهى الوضوح بغرابة نشوف ساميرو عثمان حالة حلال صعبة تقنية وهي حالة الهدف المالغي الحالة الهدف المالغي نشوفها سيراميكا كيلو باترا جابت جول حكم المباراة قبل ما القرى تخش راح صفر وبيقولك لا هنا في فاول وبيشاور على مرمى نجي نبص على مساعد الحكم رقم اتنين كان ايد ده هدف تمام عاوزين نشوف فيه خطأ ولا لا لا لو فيه خطأ امشي تمام مع الحكم تمام لو الحكم صفر قبل احراز الهدف بها هنا لغى دور الفار عما نجي نبص هنا احنا عندنا فيه لعيب اللي وقع عاوز نبص عليه ده وقع محدش لمسه لقى الحكم صفر اول ما لقى الحكم صفر مسك ايده وقع بغض النظر اللعيب ده عمل ايه لكن طبقا اللي انا شايفه انا مش لاقي خطأ ارتكبه مهاجم سيرميكلو باترا احمد ياسر راين انا مش لاقي خطأ لو هو شايف حاجة تانية ورهانا انا بالنسبة لنا شفته اللعيب اللي وقع ده وقع اللي واحده والتلامسات العادية دي موجودة في اي حتة في الملعب مفيش اي خطأ هنا اتعمل وبأكد على كلام برضو لعيب من الموجودين النهاردة في الاستوديو مع كابتن فاروق عفر ويحي كان شادي محمد هو باحساس لعيب كرة هو فين الخطأ الحاجات اللي بتبقى ببرة دي طبعا استمر اللعب انا من وجهة نظر طبقا لانا شفته ده هدف سليم لسيراميكا كيلو باترا تم الغار وهدف مؤثر كان الغار طبعا اتنين لتنين طبعا هدف سليم مية في المية وهدف مؤثر في النتيجة النقطة انه الدكتور اللي نزل اولا اللعب اللي ادعى انه هو ويع مسك كتفه بس الدكتور اللي نزل حطوله البنج المخدر على الفانيلا لانه عارف انه ما بقاش اي حاجة لقطة كانت كاشفة وكاسفة للمستوى اللي وصله التحكيم المصري واللي استدعى الاسبوع اللي فات بيان من الالي والاسبوع ده مبارح من سيراميكا والنهاردة من بلدية المحلة وكلها شكاوي من تراجع مستوى التحكيم بصورة مخيفة وتوجيه المباريات بصورة مريبة دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله وعلى خير